تفضل يا مستر كريم يا أهلاً يا أهلاً وسهلاً أنا بس حابب أولاً أشكرك على البرتونيتي اللطيفة دي فشكراً جداً لك يا أحمد وحابب أشكر كل الناس اللي بتحاول تتعلم أصلاً منك دي حاجة عظيمة جداً كلنا برضو بنحاول نتعلم من وقت للتاني فعلاً أنا سعيد جداً بكم يا شباب الله وسعيد بالمجهود اللي انت بتعمله يا أحمد مع الشباب وكورك بتستريم الحاجة دي أونلاين ده برضو بيدي opportunity للناس اللي حتى اللي مش مش عارفة تكون موجودة في نفس الوقت تعرف استفادت بيها في وقت تاني فدي حاجة حلوة جداً شكراً لكم كلكم وشكراً على الوبرتونيتي اللطيفة دي أنا أتكلم معيكم نهارتاً شكراً يا كريم متشكر جداً لي كل وقتك أصلاً فكرة أنك أنا عارف أنك تشاكلين النهاردة كمان فشكراً لكم أنك بتقدر تكون يعني تفدي من وقتك دي حاجة كويسة جداً يعني في يوم الأيام كنا بنتعلم من الناس اللي كانت بتدي من وقتها برضو فبنحاول نعمل المثل بحيث أن السايكل متوقفش في يوم الأيام فلعله وعسى حد من الموجودين النهاردة يطلع يعلمنا في يوم الأيام حاجة احنا ما نعرفهاش شكراً 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 لو حالك تشيروا حاجة كل حاجة معينك مفيش حاجة معينة ممكن نشيرها بس يعني بس يعني بس يعني بس يعني بس ممكن نتكلم على طول لو حاجة ممكن نقولها على طول ماشي الطبق الجميل بتاع النهاردة عن الموبايل البرفورمانس والمونيترينج بتاعه طيب دائماً بحيب أخذ الموضوع من الأول بحيث أن يكون كونتكست ليه أصلاً الطبق أو البوينت دي موجودة في عالم التواصل نحن بنبدأ حياتنا كلنا أن نحن نبدأ التواصل الموبايل البرفورمانس نحن نتعلم موضوع نتعلم 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 وننضغط البيت ونعمل موضوع نتعلم موضوع ونعمل موضوع نتعلم موضوع ونحن نتعلم هذا كل ما يقوم باقي في أول كم سنة من حياتنا دعنا نتكلم عن نفسي كمثال أنا أعتقد بفوكس على هذه الأشياء لحد مثلاً أربع سنين من حياتي أنا كل مهمتي أن أطور من المعرفة بشكل جيد في أن أكثر من المعرفة بشكل جيد من ناحية الاركتكتشور من ناحية الديزاين من ناحية كل شيء من ناحية المعرفة التي عملت تطور يوم بعد يوم كل اللي صناعة WWDC جديد بإمترض حيات جديدة يحتاج دائماً أقعد أتعلم من الأول فكل مرة الفوكس دائماً بتاعي أربع أو خمس سنين أنا قاعد أتفرج على كيفية تطور المعرفة هل؟ يعني تقريباً لحد ما أتعلم طلبات هذا كان الـ Transition Point اللي هو أنت أصلاً داخل في شركة قالتوا أنت أصلاً داخل في شركة فيها موبايل تطور المعرفة تطور المعرفة في تسعة دول فأنت لا توجد كثير تعمله وقد أصلاً فيه تيم كبير هناك فأكيد الناس دي عارفة هي بتعمل إيه فالـ Transition حصل لما أنت بتشوف موبايل بشكل كبير جداً أي أن كان الشركة اللي ستشتغل فيها وهو ما فوش فيتشوز كتير محتاج تعملها من وقت للتاني فبتضطر تفوكس على حتة تانية خالص ما بنشوفهاش أول كم سنة من حياتنا كيف نحسن الحاجة اللي موجودة أنا دخلت المينيوز دخلت قريب كنت يبدأ من سكرتش المينيوز كنت بشتغل على بيزنس فيتشوز أحمد تلاقيه دخل سويفل كان موجود الناس اللي شغالة دخل تمبو اللي مثلاً فادي كان عمل شيئاً حاجة حلوة فأتلاقيه بيكمل عليها فالفكرة أنت دايمن تفوكس على أطلاق المنزل ليس أطلاق المنزل للمنزل في الجزء الخاص بتاع الابتل ف انت محتاج تفوكس على حتة جديدة انت متعرفش عنها أي حاجة عمرك ما اضطرية تسأل نفسك السؤال اللي احنا هنقوله دلوقتي ما يعرفش عنه أي حاجة فبالتالي ما بيبقاش عندك الانتعرف ان الحتة دي أصلاً موجودة في الحياة الا لما حد يعرضك لها ده كونسبت عام كده في حياة الـ انت عمرك ما تعرف كل حاجة موجودة في الكوكب ده إلا لما حد يقولك بص الحتة دي موجودة ده لأنا تعرضت له بالضبط تمام تعالى انت تشتغل في الحتة دي شوف الحتة دي بقى فالجزء مشغال في دلوقتي هو اللي هي علاقة بال الانهانسة من السؤال كيف ننطر البرفورمانس بتاع الموبايل الابليكيشن بتاعنا ويعني اصلاً ننطر البرفورمانس وهي البرفورمانس اللي احنا نحتاجين نبص عليه او كل الكلام ده فالهدف من التوكن النهاردة ان انا اديك كتير كتير جداً فعلاً هياخدوا منك كتير بس دايماً حط في دماغك ان الحاجات دي موجودة الحاجات دي مهمة الحاجات دي في شركات بيبص عليها فعلاً فده انترو بسيطة جداً عن فكرة ان فيه حاجات تانية في عالم الابليكيشن محدش بيبص عليها كتير خاصة في اول كم سنة من حياتك فالي انا اقوله النهاردة لو ما اتعرضت ما اتعرضت لهش في اول ثلاث سنين من حياتك بيش مشكلة خالص بس يكفيك انك عارف ان دي حاجة موجودة انك لو تقدر تطور نفسك فيها دايبا اديشن لك لما تيجي تقبلها على شغل على الشركات دي كانت الانترو خلينا بقى نقول ايه معنى الطبق موبايل امبليكيشن بيرفورمانس منترينج اول حاجة البرفورمانس الموبايل امبليكيشن عشان يرن على الديفايس بتاعت اليوزرز فيه حاجة كتير قوي غير الكود بتاعك واحد من شوية أس بكثير نحن نخستطيع falcon لان في الاخر هنا نقطة مهمة ان الani Broado تتحول الـ business value ممكن employee فالنفيلب شيء فانسي للوطن وهنا ما يهمنا أن هذه الأشياء تطلع لتجيب فلوس للبزنس لكن أي شيء غير كده ده موحدة هروق محدش فينا سيختار لينكس من الأول حالاني ف جزء منه بيبقى الكود بيس بتاعك كود بيس بتاعك بيتكون من شيء كثير أول شيء دي أول شيء فعلا أول شيء بيبقى الكود كواليتي بتاعتك والكود كواليتي بيندرك تحتيه بيبقى كثير جدا ممكن تعملها فأول شيء في البرفورمانس هو الكود كوالي هل الكود اللي انت كتبته فعلا بيبقى كويس تحت تحت كنديشنز كثير مرة في نتورك سيئة مرة في في الليفتايم بتاعت الباتري بتاعت الديفايس اللي هيران عليه لو هي قليلة او مش قليلة هي بيبقى كيف مرة شوية لو ليه علاقة بالثريدز هل هو بيعمل حاجات كثير هل هو بيعمل حاجات كثير سيريال بس هيفي بيعمل حاجات كثير فالكود اللي انت بتكتبه بالاسبكت اللي بتأثر عليه على الديفايس ده جزء كبير من البرفورمانس الجزء الثاني اللي بيبقى من البرفورمانس هو بالظبط اللي انت عملته وخلص ككود لما طلع لليوزر اليوزر ده شايف ايه سهل عليناك جدا كنجينير نحن نبسك الكود نقول له هذا الـ function تمام وفنكشن الـ function تمام كل الـ code مثل الـ flow يميت الـ standards في الدنيا كلها فمعنديش مشكلة فيه واطلع الـ production بس جزء بقى اللي بيكمل الـ cycle ان الـ user فعل ان اللي تلقى له الـ code ده هو شايف ايه ففيه Observability Additions لازم تتحط وانت طالع تطلع الـ code بتاعك ده الـ user فعندنا كده جزء منه بيبقى performance من الـ code الـ code quality او خلينا نقولها كده اول part من الـ performance هو الـ code quality تاني part من الـ performance هو الـ mobile application quality الـ application ده بيبهيفي ازاي على الـ devices مع الـ end users نعم اثنين في الـ cycle بتاعتنا كـ engineers نبص عليهم عشان نقدر نقول اه الـ mobile application ده كويس جدا نحن نشوف حاجه تانية حلو؟ او هو خلاص نحن نمت الـ definitions بتاعتنا كـ quality نحن نحط الـ definitions كل شركة بتقول انها بالنسبة لها تـ definition بتاعها وبتروح تشوف حاجه تانية في الـ business حلو؟ فانا دلوقتي عندي الـ performance يعني خليني كده اشغير حاجة مش عارف ايه اشغير اقوله محلو من الشيئ شركة بالله للأسف ماشي احزناني ماشي فانا نحن قاعدنا اول الحاجه الـ code quality هذا مهم بعد ذلك المبالي قمت بعملات المبالي مع الـ end users وهذا تحتهي قليلاً مبالي قليلاً الـ resource allocation الـ screen performance الـ part الثاني والـ part الثالث مجموعة مبالي قليلاً مبالي قمت بعملات الـ application الـ APM قمت بعملات الـ production تقول الـ application بها كيف هو لأنه ليس فقط ما نفعله هو الذي يؤثر مثل الـ code يكلم الـ API على سبيل المثال الـ API هل هي الـ latency عالية فهل تقضي الوقت كبيرة عندما ترجع لنا الـ response هذا يأفكت الـ performance الـ performance التي قمت بعملتها لكنها شيئاً برا إيدي لا أستطيع أن أحسن في الـ API latency لكن يجب أن أعرف من ناحيتي ما هو الـ latency تقضي الـ API التي سأتعامل معها في الـ area هل؟ هل هذه الثلاثة الأشياء مني الثلاثة الأشياء التي تحت الـ mobile application quality غير الـ code quality و الـ application performance و الـ branch هو الـ code quality و الـ branch هو الـ production نسميها الـ production quality الـ production quality يكون من ثلاثة أول شيء هو الـ screen performance بعد ذلك الـ APM أو الـ overall performance لأشياء كثيرة التي تحصل على الـ device بعد ذلك الـ resources allocation الـ CPU consumption الـ memory consumption الـ network consumption كل هذه الـ resources allocation هل؟ فهذه هي التأسيمة بالضبط التي نستطيع أن نتعرض لها أو نريد أن نظر عليها ونظر عليها ونظر على الـ mobile application على الـ production هل؟ نمسك أول بورت الـ code quality أنا دلوقتي كتبت الـ code كيف يمكن أن أعرف أن هذا الـ code يقدم الـ performance يعني أنا كعملت وكتبت الـ design pattern الذي يمكن أن أستخدمه في هذه الحتة لكي أحل المشكلة معينة ومشكلة معينة هذا كل هذا جميل جدا لا يوجد أي مشكلة ولكن في الآخر أريد أن أمسك هذا الـ function الذي قمت بها وقال هذا الـ function يأخذ كم ميلي ساكن يأخذ ثانية يأخذ ثانية يأخذ ثانية يأخذ عشر سوائنة أنا أريد أن أعرف ما هي الطريقة التي ممكن أن أقوم بها هذا الـ function جيد ويأخذ جيد طيب سؤال بسيط جدا لماذا أحتاج أن أعرف شيء مثل هذا؟ ببساطة الـ time consumption التي ستأخذها الـ functions سيحدد هل أولا ينفع أن تضع في الـ minst read ثانيا لو تضع في الـ minst read هل ستـ impact الـ screen performance أو لا؟ مثال بسيط لو كتبت فنكشن سأعمل اثنين فورلوب جواب بعض وهذا ما فعلتها فعلا وفكتت فنكشن سأعمل اثنين فورلوب لسبب مما؟ الـ function قبل الـ implementation سأخذ 1 من 10 ميلي ساكن بعد الـ implementation سأخذ وفكت وفكت الـ behavior أنا أصلا ليس سأخذ بالي أن تحدث من 1 من 10 إلى 50 ميلي ساكن لأن عمري لا سأنتقل لا بأي عيني ولا بأي حاجة لازم تكون في حاجة تـ measure وتقول لي أو أنت تزودت من هذا أو تقول لي أنت الـ function تأخذ وفكت وفكت بعد أن عملت هذا الـ implementation الـ scrolling لأن هذا الكود كان بران في الـ main thread لسبب مما؟ الـ scrolling بتاع الـ screen الذي أفكتت بالـ هذا الكود لا تبقى 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 60 frames per second بقى 60 frames per second الـ scrolling لا تبقى تبقى لو أنت تبقى 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 مثل فيس بوك بسرعة لا هناك تبقى بسيطة جدا هي بسيطة جدا لأن طبعا 50 ms حاجة وسيطة بس أنت بقيت كيوزر تنتظر أن هناك glitch في الـ scrolling في مجرد أنت عملت for loop وداخلها الـ loop أو condition ثاني يعمل لتبقى لتبقى سريع 60 frames per second محتاج الـ code block أو الـ main thread يكون بران تحت 16 ms هذه الأشياء محتاجين نأخذ بالنا وده ليس علاقة بالـ standards أو الـ design patterns أو أي أن كان كاتب الـ code كيف بس هل هو عشان تست أو عشان أن تستخدم شيئا مثلا أنت ممكن في الـ unit test تعمل test تستخدم 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 وقت قدية يبقى جزء من الـ unit test suite أنت وانت تكتب test يبقى جزء من test suite كل ما يعملوا الـ functions التي مهمة لديك التي تستخدم من الـ main thread أو التي دائماً موجودة في الـ main thread تستخدم تستخدم رقم معين انت كده تمام هي ممكن ترن في الـ main thread لو هي فوق الرقم ده وعندك scrolling أو عندك animation أو عندك شيئا اعرف أنها تبقى جاد امباكتد لو الرقم عالي عن رقم معين الأرقام والكلام ده كله ممكن يبقى في الـ resources سأشيرها مع أحمد يشيرها معكم فده بالنسبة للـ code quality code quality مش ممقصود بأن انت تكتب بالـ standards أو تكتب تفولو architecture معينة أو تفولو design patterns معينة خالص بـ performance بـ block of code اللي انت كتبته هي امباكت الـ application ازاي هلو؟ كما قلت بـ decide عليها هكتين هل الـ code ده ينفع ران في الـ main thread ولا محتاج حاجة تانية وحاجة تانية هل هو بـ impact user experience الـ end user experience ولا لا ده بالنسبة للـ code quality أو الـ part بتاع الـ code quality الجزء التاني بتاع الـ performance الـ mobile quality تحتيه ثلاث حاجات اول حاجة هي screen performance مثال بسيط اعتقد وانتو بتفولو الـ weeks بتاعت احمد في الـ implementations انتو بتبالدوا موبايل و بتبالدوا screens بتعملوا logic بتبالوا بتعملوا كل الحاجات الجميلة مثال بسيط جدا او سؤال بسيط جدا هل حد عارف الـ screen اللي هو عملها on his own او on here own اللي عملتوها لوحدكم هل الـ screen دي بترن يعني هي في الاول هل بترن بسرعة ولا لا وبسرعة ده بالنسبة لك يعني ايه وتاني سؤال هل هي بترن تحت 3 ثواني ولا لا بتاخد اكتر من 3 ثواني طبعا في الاول و احنا بنتعلم ما بنبقى باخدين بالنا من 3 ثواني بالنسبة لنا و احنا بنتعلم كثير الـ block of codes اللي احنا بنعملها بسيطة جدا فعمر ما اي screen بنعملها بتكون وصلت لـ 3 ثواني فعمرك ما تاخد بالك ان ال screen بسيطة بس لما تروح الـ production applications كبيرة بيحصل في كل screen و هندلنج لحاجة كثير تبدأ تاخد بها تاخد ثانية ونص ثانيتين انت عينك كبني ادم تقدر تلاحظ هذا بسهولة جدا بس لو انت بتتعلم جرّب تعمل لوجيك كثير جدا او يعني طبعا مش عارف ممكن يبقى اي اجزامبل بسيط او دامنلود repo من على جت هوب الريبو هافي جدا تعمل حاجات كبيرة جدا زي فيه open source projects كبيرة انا مش فاكر اساميوا دي الوقت بس لو دورت في جت هاب اتلاقي projects open source كبيرة دامنلود واحد وجرّب تفتحه وافتح الـ home screen او الـ favorite screen او أي listing screen انت عينك تأخذ بالها او دا اخذت ثانيتين تقريبا خذت ثلاث سوين اخذت ثانية مثلا الـ screen دي اصرع من الـ screen دي بعينك ومجرد عينك تشوف الـ screen اتفتح هتعرف انه screen اصرع من انه screen دعنا نتفكين ان لماذا نتكلم في الـ performance كله لان في الاخر ده كله يترانسليت انتو business value ده في الاخر سيقول الـ user اه ده فعلا بيحب الـ application وسريع وقدر يدخل عليه يخلص الحاجة في سانيتين ثلاثة والله هيقعد ويقعد 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 إلى مالة نهاية والكلام ده كله وفي الاخر الـ application كلام ده كله بـ impact في الـ business value فالـ screen performance بارت منها user experience وبارت منها طبعا كود كواليتي انت بتعمل ايه؟ في الـ screen loading time لحد ما تظهر content user بيعمل ايه؟ انت لو خذت سانيتين بتشو loading indicator ده مشكلتك انت لازم تلاقي حل يعني ما تقوليه انا ماليش دعوة انا الكود بتاعي تمام وبكلم API call فاول ما بفتح الـ screen هي الـ API البطيئة احنا وسؤولين عن الـ application فلازم تكونتكت مع الـ backend قول له معلش اللي تنسي هنا عالية تعال نشوف ممكن نحلها ازاي لان الـ backend بالنسبة له Rizmos برجع في بوستمان اصرع كثير من ما انت تشوفه على الـ application في بعض الاحيان وخاصة لو انت بتشتغل في countries مختلفة حلو؟ الـ network conditions ليس دائما احسن في كل الـ countries فالـ screen performance حاجة من الحاجات المهمة جدا في الـ mobile applications وعشان نقول الـ screen بتاعتبي بشكل كويس following standards الموجودة في العالم لدينا standards موجودة في الـ Android جوجل عمل شغلة حلوة قوي في الحتة دي حطا لك شوية ارقام تقول لك انت مثلا الـ screen لازم تكون عرضة الـ content والـ fully loaded في أقل من ثلاث ثواني ثلاث ثواني هذا الـ maximum الذي تذهب له لكي تخلص بعد ثلاث ثواني فكذا فوق الخط الأحمر بكثير يعني ثلاث ثواني هذا الذي تخلص وحش جدا فهي ادي لك رقم يقول لك للـ app starting مثلا ان الـ application يفتح ويعرض الـ content user يقول لك مثلا let's say سانيتين لا أحفظ الـ exact numbers بس سأشير معك ويعطي جوجل فهي جوجل جوجل حلوة ان اضع ارقام يقول لك الخط الأحمر تقرد الـ content user ماكسمام في الرقم وهي الـ application يفتح ماكسمام في الرقم اي ارقام فوق انت تفعل شيء غلط ويستحس ان تبقى تحت هذه الأرقام هذا بالنسبة لجوجل او الـ android نأتي قبل قبل ما عملتش أي شيء حلو هي فقط تقول لك افتح الـ screen ثانية ثانية ثلاثة ثواني عشر ثواني بعد ما قلت لك اي اعرض الـ content بسرعة بسرعة لا تستطيع فنقول ان جوجل هي اللي شايفة الكلام التي لديها وثلاثة أكثر ثلاثة ثواني سنقوم بسرعة ماكسمام ثلاثة ثواني دائما يجب ان نكون هذا الرقم هذا الـ peak يعني لا تقوم بسرعة ثانية ونص وتقول لي انتهت شغل ثانية ونص ونص الجزء بتاع الارقام اللي بيحدد والله ده الـ screen تفتح في قد كده جاي اصلا من الـ web development كان فيه حاجة اسمها ويب ويب فيتلز خليني اشير معكم اللينك نعم pppp الـ web fata نعم سريعه هو اصلا من الاركام الويب و الاركام الويب هي التي ادتنا فكرة كيف هذه الأشياء ممكن تبقى موجودة لأن الويب موجود قبل الموبايل لازم يلاقوا حل المواضيع فكان الويب موجودة دلوقتي جوجل تحاول تطلع عليك الموبايل حاجة مثل هذه ولكن الموبايل كما قلت لديها بعض أرقام لها دعونا نشير معكم الموبايل بالتلصبات انترويد هم سمين حتى انترويدفتل كمان c ppp ppp مش عارفة واللنك واللي ين عرقش الرشندس بي بي أبستارتاب تايم يعني هو مثلا ده كله اللي أرجع بيك هو شغير مع كل موضوع ده اكيروت برضه ريسورس ممكن أبشرها مع احمد هو شغيرها معكم بصدا سريعا كده ونحن نتكلم قبل تبدأ تأخذ الوب فيتلز تضعها في موبايل فيتلز عشان تبقى بلكابل على الموبايل طيب احنا هنفولو لتسايف في ابل افلايوس هنفولو الاركوم اللي حطها جوجل ونقول انه تماما للستاندرد حتى الآن قلناها سكرين بيرفورمانس نحن نتكلم على بارتة تانية عشان نجمعهم كلهم في طبيق تاني بعديهم الريسورس الالوكيشن الريسورس الالوكيشن الميموري كونسومشن سي بيو كونسومشن نيتورك كونسومشن نستخدمها عشان الموبايل ابليكيشن يشتغل الحاجات دي كلها قبل موفره لك سامري ليها على الديفايز على اكس كود معي بصور كونسومشن انت ممكن تشوف الاركام دي بطريقة لزيزة جدا الحاجات دي كلها مالهاش ستاندرد من ابل ما بتقولكش انت ممكن تستخدم قد ايه وقد ايه بس دايما دايما حاول تبقى في المنمم بتاع كل حاجة لو ان انت متعرفش الديفايز سيبقى كونه مع الريسورس الالوكيشن ممكن يتموت الموبايل ابليكيشن بدعك لسبب ايسا ما انت متعرفه فدايما في الريسورس الالوكيشن انت اكد ان الميموري بالنسبة للسي بيو حاول ما تعملش هافي بروسسنج الحاجة على الديفايس احنا كل اللي بنعمله في مبالي امليكيشنز ببريزينت داتا تخليك دايما في الهتة دي او يعني المبالي امليكيشنز الكاتيجوريز اللي احنا مشتغل عليها مش محتاجة هافي بروسسنج لأي حاجة فدايما حاول تخلي السي بيو كونسومشن بتاعك منتورد في الهتة دي ودايما في الجرين سايت أبدا بسرعة segundo ايو بحاجة means ولا ان تشاف حاجة الأرقام الأرقام بقي العیقاتية بس مقارنة بالسي بارد هي قليلة جدا في الانتصال بالنسبة له يضع انها هنا من قليلة امليكيشن على الرقم في الاخر السيميليتر أو الم controlled دائما قد تجهر الممورات أدري tht كلما تستخدم رسورس ألوكيشن تستخدم مريل كهاجات وانستخدم مريل كده إيه أحسن كما كذلك وحتى مأكس مبايب أبليكيشن من خلال ماريكس كود وليس فاكر الغسامي التاب اتقسيم الضمائيات وفاكروا الوضعي او شيكي تحديد تحديد التصوير بابستور تحديدها وال indie يقول لك فقط ادري كده وانته سعلي دواطي الكلام ده كلب ما هو إستخدام للتنسي رانج ؟ يعني دعنا اقولك انه ليس شيء ضمن مرة ما تدرش تقول ان هذا إستخدام بالنسبة لذلك بس دائما جميع الثنين مع بعض اللاتجية بتاع الناتوار كوينز أو الحاجات الرسورس التي تعملها نانت بسرعة من المنزل مع الارض الكوينز ويبقى شغلات الثنين مع بعض كلهم تحت بسرعة فهذا سيبقى اكسبته لا يوجد مشكله الوزر ليس سينوتس ان فيه حاجة كبيرة بتحسن بس لو الاتنسي بياخد ثانيتين انت اللوجيك بتاعك والloading indicators والشاجات كلها بتاعتك تاخد لها قدية لما الاتنسي الواحده ثانيتين فأكيد الاتنسي محتاجي إلا عن كدر كثير والباكهند اعتقد عندهم standards numbers للAPI responses اعتقد ما يبقوا احسن ناسي جاوبة على الموضوع ده بالنسبة للاتنسي كما هي مباشرة ؟ real devices او old one ؟ يعني مش هتفرق معك كتير بس حسب انت في تارجت ايه يعني ال underprication و البرواجت عنا على ال real devices مش هيفرق من device التاني بشكل كبير في pin resource allocation بس انت محتاج تعرف انه هيفرق في ال numbers يعني لو انت بتست على حجمها اكبر من مموري تانية في البرسنتيج اللي هتطلع لك اذا او بوت تبقى مختلفة من دفايس للتاني فحاول ما تعملش مجرمت لده بشكل اكيورت قوي على الوكال دفايس او في التستنج لابس بتاعتك او انت بتشتغل اتاكد بس ان انت في البرين سايت ولما تطلع برودوكشن الاكيومالييت ادتك كلها مع بعض من ابس تور كونكت هي اللي هتديك اكيورت نمبر ستقولك او والله انت هنا تمام كونسامشن بتاعتك مزبوطة انت على دفايس واحد مش هتعرف تقول او والله انا مئة في المئة تمام على كل الديفايس وقال اللي هتقول تجيب دفايس دفايس وتتست بقى كل دفايس اللي واحدة انت تمام هنا او لا فانت ممكن تمجر مرة او انت بتتست او بتاعتك على دفايس بيعك فيش مشكلة ايان كيان او نيو شتفرق بها اي حاجة خالص بس انت تمام او لا او لما تطلع على البرودكشن وتاخد دفايس من ابس تور كونكت على رسوس الوكيشن او كان دفايس سكرين او نيو سهلو جدا انساء الله ده الوينت اللي جاي على طول بعد الابم فاننا قلنا كده الاسكريين بيه تورمانس ده توبك وليه ستاندرز وليه حاجات بي نبص عليها واركوم زي الموبايل فيتلز او اندرويد فيتلز بتاعت الاندرويد وعندهنا الريسوس الوكيشن وديه بي نبص عليها من الابستور كونكت لما يجيب لنا الديكوميليات كده من على البرودكشن اخر حاجة تحت الموبايل كواليتي هي الابم تولينج او الابم تولز يعني خلينا نشكر في ابن بلدنا شوية من احسن الابم تولز او نقدر نقول انها هاتو 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 تولز تانية كبيرة هي نيستبوغ اعتقد كلنا عارفين ان نيستبوغ كشركة بس يعني فعلا التول بتاعها في الابم عظيم جدا وشركة تانية هي نيوريلك نيوريلك من الشركات اللي بتقدم ابم تولينج محترمة جدا بس بعيدا عن التولز نفسها كتول احنا هنعمل ده بايه كل شركة بتوفر شوية حاجاتها بس في الاخر الكنسيبت هو اللي مهم ايه هو الابليكيشن بريفورمانس مونيترين او الابم احنا قلنا الاسكرين بريفورمانس وقلنا ريسورس الالوكيشن طب لماذا ما حطناش ده كله او الموبايل كواليتي كله تحت الابم لان مش كل الابم تولز بتروفايد ريسورس مش كل الابم تولز مش بتمنتر الاسكرين زي اوتوماتيكا وحتى لو بتمنتر الاسكرين زي اوتوماتيكا هتبقى شوية ديتا جناريك جدا مش بتتماتش الاركام اللي انت محتاج تبص عليه عشان كده ما نقدرش نحط الاثنين دول تحت الابم تولز او نستخدمهم كأنهم نباكتش جوها الابم تولز الابم بريفورمانس مونيترينج بيتكوي من شوية حاجات شوية ارقام بتريبريزنت الاسكر بتاعت الموبايل ابليكيشن بتاعك ومتقسمها للاعطاكت خمسة او ستة كاتيجوريز فيه تولز بتحط كاتيجوريز يا ده فيه تولز بتحط كاتيجوريز يا ده على حسب هي بتبروفايد دي بس ريسنت طولة انا استخدمتها كانت نيوراليك اللي اني اشيرها معاكو وبايزاوي نيوراليك بتبروفايد فري بلان لو انت عايزت تست التول دي او يعني هو حتى فري بلان لحد كونسومشن معين تعريبا فممكن حتى وانت بتشتغل وتتعلم تستخدمها ان انت تنتجريت مع الموبايل الابليكيشن بتاعك وتبص على الابي ام او كوت واتبص حتى على الحاجات اللي نتكلم فيها كلام شوية خلينا شيرها معاكو بليز 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 بليس هو هو ده اللينك الجميل ماشي ده بالنسبة لنيوراليكو هنستبوج ماذا بقى الAPM Tools ؟ الAPM Tools هي طول بتوفر لك group of information automatically detected و captured leaked انت مش محتاج تعمل اي حاجة وهي هتجب لك الانفرميشن دي لحد عندك ببساطة بيبقى فيه agent في ال background على ال mobile device اللي انت عملت عليه ال application و هو نزله من ال App Store بيبقى فيه agent ال sdk بيبقى في ال background دي automatic leak من على ال device و بيبعتها في وقت ما احيانا بيبعتها و ال session بتبقى terminated او بعد time frame معين او على حسب ال sdk setup بتاعها عامل ازاي ايه ال data اللي هي بتبعتها automatically اول حاجة بتبعتها هي network performance بتديك كده summary عن كل ال API calls اللي انت عملتها ال API calls دي استخدمت قد ايه بتقسمهم لك pair API ولا pair resource على حسب انت عايز configuration عاملة ازاي بتقولك والله ال network performance دي كان ال latency بتاعها عالي جدا محتاج تبص هي اللي بتعمل كده بتوريك فعلا time series data على حاجة معينة انت عشان تكابت شردتها دي كنت تتعب جدا فهي بتقليكتها automatic leak network performance دي واحدة بعد كده crash reporting و دي طبعا اهم واحدة هيا محتاجين نعرف ابليكتشن بتاعنا بيكرايش على ال production ولا لا و بيكرايش اد ايه و بيكرايش امتى و ايه السيناريو و ايه الاستاكت ريس و على ايه الدفايس و مع ايه يوزر كل الكلام ده كله كل الحاجات اللي بتوقع في crash reporting ده جزء بين ذلك احد ال APM tool او application mobile performance features يعني بعد crash reporting بيجي concept السيكورتي بس ده مش موجود في كل في كل التولز هتلاقي طبعا برضو الاب launch times دي موجودة مثلا ده بيقولك والله الابليكيشن بتاعك عيلي ثلاث سواني عيلي اربع سواني الكلام ده كله و احسن حاجة في التولز دي انها بتبديك بنشمارك كده او تقولك والله انت ممكن تبقى جرين لو انت في الرقم ده انت يلو او يعني مش ادي كده و انت في الرقم ده انت احمر و الكلام ده واحد جدا لو انت جبت الرقم ده بيبقى كده اسمه ابديكس استيت او خلينا شعيرها معاكو انو كابين ارتكال حالة ابديكس 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 ايه خلينا نشير ده معاكو برضه الارقام الابيم تجمعها او الانفرميشن اللي بتجمعها من الموبايل ابديكس بترتبها لك او بتعمل لك ابديكس ابديكس لو انت جايب الرقم ده انت تمام انت جرين و الابليكس متعك جزي الفول جايب الرقم ده انت تمام بس مش قد كده احمر انت وحش جدا ومحتاج تشتغل على الابليكس متفورمس تاعك عشان انت سيئ جدا لو هان عليها تطردك من على البلاتفورم هتعمل كده فهم بيقسموا شوية حاجات زي النيتورك زي الابلانش تايم زي مش عارف ايه اخر ممكن ابديكس بس هم بيبقى في الداش بورد اللي بتريبريزنت الحاجة دي هيقول لك ان ده ابديكس ريت ولا لا هي كده بيدي جراف مقسم لك الابديكس ريت اخضر اصفر احمر حسبها لو عندهم الوان تانية ويقول لك والله انت في الحتة دي انت النهاردة في الحتة دي جراف جميل الكلام ده موجود في نوريلك وموجود في انستابوج لا يوجد مشاكل عليه فيه تول ثانية بتوفر لك UI hangs و glitches مثلا داتا بالابمتول وتقليقها وساعتها بتعرف اوه والله هنا في هانجز 20% انت اكيد تعمل حاجة غلط في حاجة هنا بتحصل 20% من الوزر بس بدوعك الاسكرين دي بتفريز معاهم او بتعلق معاهم بيديتكت scroll glitches والله 10% من الوزر بالسكرول بتاعهم glitchي كده بيقف حتة ومش smooth scrolling فانت محتاج تبص على الاسكرين دي تشوف الامبلمت ان بتاعها هل هي بتسكرول في 60 frames per second عشان تسكرول اللي بس موز او لا او الكلام ده كل طبعا كل تولز بتقولك هي بتقليقت data a leak والداتا دي بتعمل لها مثل هل هي بتقليق عليها rating system معين تقدر بتستخدمه انت و لا او الكلام ده كل فانت الabm as a concept هو طول بتقليقت leak شوية information انت كان من صعب جدا ان انت تقليقتها وتوفرها لك فعائق ال dash board او presentation او visualization graphs او numbers تقول لك والله ايه الارقام بتاعتك من على ال production application بتاعك ده بالنسبة الabm ودي اخر حاجة ممكن تعملها عشان تمنتر او خلينا نقول توبزر الموبايل كواليتي بتاعتك هذي كل التوبكس كده في الكود كواليتي وفي الموبايل كواليتي عرفنا definitions عرفنا ليه امتى ازاي ييجي بقى سؤال مهم جدا اللي كان موجود في الكومنت اعتقد هو can detect screen performance in ios حلو جدا ال screen performance واحدة من الحاجات الصعبة جدا انها تبقى automated لانها تريد شغل كتير جدا وإنجيكتنج أو سوزلينج عنيف جدا من list كل هتبقى بتعمل كده ودي اسوأ حاجة ممكن حد يعملها في حياته يعني يكفينا بس ان firebase عملها بتسوزل كل حاجة للوطن بس عشان ن detect screen performance احنا محتاجين نعمل كده بأدينه بس قبل ما اتكلم في التوبك ده انا هتكلم فيه بالتفصيل وزي ممكن تعملي كده محتاجين نفرق ما بين حاجتين اول حاجة observing او observation و monitoring ده كلمة وده كلمة احنا في التايتل mobile application performance monitoring لماذا قالت mobile application performance observability مثلا الobservability ككلمة ده معناه ان انت بتشوف حاجة معينة او بتركز الفوكس بتاعك على حاجة معينة بعينها انت عايز تشوفها هي الوحدة حلو؟ انا بأبزرف احمد فانا دلوقتي عيني مئة في المئة على احمد انا ارى كل شيء بيعملها احمد بيهز دماء وكده احمد بيتحق انا شفت وقلت اللي احمد عمله بس ده observation احمد لسه بيتحق مفيش اي حاجة انا بس بباصص على احمد بعينه لوحده وبقول احمد بيعمل ايه وبقول احمد بيعمل ايه ده observation ان انا اقول لك والله ان في خلال العشر ثواني اللي جايين احمد بيحرك دماغه نحت اليمين والله لو احمد ضحك لمدة عشر ثواني انا هرفع ايدي اليمين باخد action او بفاير يحذرك ان احمد بقاله عشر ثواني مبتسم يعني ده كده monitoring monitoring overall هو الaction او الحاجة اللي ممكن تعملها لما يبقى عندك observability فانا الاول هبص على احمد احمد بيتحك ومبتسم كده انا بقى observe احمد تمام ان انا بعد ما بعمل observation على احمد اقول له بعد عشر ثواني افاير alert انا بعت message على الشات اقول احمد بقاله عشر ثواني بيتحك او التسم او التسم انا اخذت action بيكون من ثلاث حاجات او الترم نفسه كconcept بيكون من ثلاث حاجات traces matrix والله حتى مش فاكر التالتة خلينا نفتحها مبتحها ppp كان traces matrix طبعا لابد ان اخذت اوه ثلاث حاجات التي تعمل بيهم observation logs ببساطة جدا ايه هذا الشيء هذا الـ Logs ثم الـ Matrix و Traces دعونا أعطيكم بسيطة بسيطة Matrix صورة جميلة و حتى الثلاثة مع بعض As three pillars of observability وي 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 رب ألاقيها يعني لا أعرف فين أنا مش عارف ممكن أشير image فين ممكن أشير image في الـ chat و أنا أفهم لها أشير هي صورة لكن ليس خلص يعني خليني أبعتها في resources بكل بساطة الـ Logs أكأنك بتكتب حاجة في ورقة و أنت ماشي تكتب print كريم print كريم في كذا حتى في system و أنت عملت print أنت تعرف أنه لو وصل إلى الـ Point الـ Print System سيحصل فهذه الـ Logs الثلاثة والله أنا أريد أن أعرف الفرق يعني ليس الفرق إمتى حاجة بدأت و إمتى انتهت ببساطة ببساطة يعني نأخذ مثال على Firebase Firebase وهذه حاجة من الأشياء التي نستطيع أن نتكتب بها لـ Screen Performance لديها concept traces ما هي الرأسة أو أنت في حاجة أريد أن تعرف لها هي بدأت إمتى و إنتهت إمتى أنا بدأت معاكم الساعة ثلاثة و نصف و هننتهي كمان شوية فالـ Start Time معروف أنا ده الـ Start Time بتاعي و الـ End Time بتاعي معروف الـ Time Frame ده هو ده Trace الـ Action أني كريم كان معاكه في الـ Event أخذ ثلاثة ساعت هل؟ فالـ Trace اسمه كريم كان معاكه في الـ Event أو في الـ Live الـ Turation بتاعته ثلاثة ساعت و ده الحاجة المهمة اللي أنا مهتم بها في Trace أنا أريد أن أعرف الـ Behavior أو الـ Action ده أخذ وقتها دي فده Trace حلو؟ ثالث حاجة هي الـ Matrix و يعني دعني بعض لكو لينك لذيذ قوي 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 نتكلم عن هذا الموضوع ماشي جميل كده وصل حلو جدا الماتريكس بقى الماتريكس ببساطة الـ Logs نقولنا ده كلام نحن نكتبه بأيدينا نحن نقوله ماذا هيتبعت؟ التريس نحن نبص على TimeDuration الماتريكس أنا أريد أن أعرف الحاجات اللي حصلت دي حصلت كم مرة في الـ System حلو؟ أنا مثلا بابعت بابعت في الـ Logs مثلا بقوله برينت كريم حلو؟ ده Log بس إمتى تحاول لماتريكس؟ إنه هو كريم اتبعت كم مرة من الساعة 10 للساعة 12 ونصف فدلوقتي هتقولي الأوبوت هيبقى 20 مرة فده متريكس إن أنا بريبريزنت كم مرة حصل إفنت في تايم فريم حلو؟ فده متريك هلو كده؟ ده Logs Traces الماتريكس وهو ده الحاجات اللي يستخدمها دائماً في الـ Observability طيب المنترينج بقى وانس ان انت عندك بقى الـ Logs والماتريكس والتريس بتاعتك في المكان المزبوط بتاعها استخدمتها صح؟ تروح بقى تستخدم على الـ Observability اللي هو والله لما الماتريك الفلاني يحصل عشر مرات لو سمحت فاير يبعط لي على الـ Slack يقول لي والله ان الماتريك ده حصل له فاير عشر مرات فمثلاً مثال Live في Firebase عندك كده في الكرايش أو كرايش ممكن تستطيع على ان الكرايش ده لو تكرر مرة تانية ولا لا لو انت قفلته وهو تفتح مرة تانية يبعط لك ميسج يبعط لك رسالة يبعط لك إيميل هلو؟ فده Monitoring يبعط لك على الكرايش عن طريق ان يبعط لك لكي تعرف ان هذا الأكشن هلو؟ فـ New Relic بتوفر لك Monitoring System جميل ومن ضمن الحاجات اللي دائما مشورة في Monitoring هي Alerts هتسمع اي حد انه يعمل Alerts على Observability أنا حالياً هيفلي سأستخدم New Relic لأن New Relic قوية جداً في Visualization و الألرات سيستخدمها في Monitoring وكما قلت هي Free ممكن تدخل تستخدمها دلوقتي وتلعب بها عليك أعتقد بعض الأشياء تقدر تلعب بهم ولكن الأشياء التي علاقة بالموبايل واللوجز والتراس والماتريكس أعتقد لحد ما تستخدم حاجة معينة فأنا أنصح أي شخص يدخل اللي يلعب بها بعد السشن الجميلة أو حتى بإمكانكم بإمكانكم تلاحظوا على أركام وكما تستخدم على هذه الأشياء نرجع للمتحدث كما نقوم بك كل ما نريد بإمكانكم لإمكانكم بإمكانكم كما نقوم بك كما مثلاً أو 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 ونستخدم بإمكانكم تقوم بإمكانكم بإمكانكم لتعدي لكي يقول إنه عندما تعدد أي شخص ألف مرة في عشر دقائق صحيني من النوم كده فيه مصيبة فالإي بي ام لها تول نوريلك أو انستابوج الريسورس اللوكيشن زي ما قلنا انت عندك الورجنيزر بتاع اكس كود هيتضيك شوية الانفرميشن جاي من ابستور كونيكت ديريكت الكودكواليتي شي حاجة ممكن تقبليها كثير عشان تميجر الكودكواليتي زي ان انت تستطب يونت تست بتميجر السبيد بتاع الفنكشنز بتاعتك لو انت عايز تتأكد من حاجة زي كده ممكن فنكشن انت شايف انها هيفي جدا وجهز حد يلعب فيها ممكن تميجر انها تاخد خمسين ثانية لو اخدت اكتر من خمسين ثانية خمسين ثانية ده رقم هوليمي طبعا هاتت التست دي هتفيل ممكن تعمل لوت تست على الفنكشنز بتاعتك كجزء من تست سوت حاجة من الحاجات الثانية اللي بتتأكد ان انت ده صايد نوت كده ممكن حد يبص على موتاشن تست او ازاي نتأكد ان التست اللي احنا كتبناها فالد بنعمل حاجة اسمها موتاشن تست فممكن تقروا عليها بمناسبة اللوت تست يعني فده بالنسبة لل للكود كواليتي اخر حاجة اللي هي سكين بيرفورمانس او الاب ستارت تايم او سكين ستارت تايم حتنا لماذا ؟ تطلعا، أن تأخذ اللغة الحصول التي تشاركت وزنة إم أنها تشارك التشاركس وكان يتواجع الداخل والنطاقة، ل Ludwig لكن في الآخر، هذا لا يمتلك الحصول على الحصول على الهدى الحقيقي لماذا؟ لأن الهدى الحصول على خطوة الروح على خطوطة العمل على خطوط APEI على خطوط من يحوظ عدد المتحدة مثل إسترحيل الداخل أنت تحكم في الإسترحيل الداخل لكن في الآخر، بالنسبة للوزنة ستكون قد اتنادهت ولكن الوزر رأيته عبارة عن الوزر هذا ليس أحسن و هذا ليس الوقت التي أريد أن أظهر لكي أقول أن الوزر يرى سريني بالكلمة التي فيها خمس دقائق خمس سوائن أريد أن أقول فعلاً هذا الرقم الذي أريد أن أظهر في السرين أستخدم ماذا للسرين حالياً هناك تراثات على نوريليك يمكنك تستخدم نوريليك يمكنك تستخدمها ممكن تستخدمها تبعث الـ start call أو تراث ثم تراث نفس الـ event وتحسب الـ time frame ويبقى هذا الـ time frame هذا الرقم هذا الرقم فالـ screen performance عبارة عن تراث لماذا؟ كما قلنا هو الـ time frame ما بين الـ events الـ start و الـ stop فأنا أستخدم من الـ screen performance ممكن أستخدم شيئاً نوريليك أستخدم نوريليك أستخدم الـ start نقول مثلاً نكلم على الـ screen في الـ view أستخدم الـ start هذا الـ screen فعلاً تحطت في الـ memory وأستخدم الـ stop ثانية بعد أن أستخدم الـ refresh لـ table view مثلاً هذا آخر شيئاً ممكن تستخدم في الـ screen اللي هو reload table view لأن الـ data أو أو hide loading indicator عندما أقوم بـ hide loading indicator هذا يعني أن الـ data و أحصل لها فأنا أحتاج الـ stop هنا الـ time frame ما بين الـ start و الـ stop هو هذا الـ time فعلاً اللي يعبر عن الـ performance بالـ screen بالـ business logic بالـ user experience بالـ API calls في كل الكلام حلو؟ هناك دول تانية ممكن تستخدمها وهو في وفره وأنا أشاهدها أحسن بكثير من نوريليك في الحتة بالذات لأن لديها الـ SDK المخصوصة لـ للموبايل الـ performance kit أو Firebase performance kit Firebase من ضمن التولز اللي عندها ما اسمها performance أعطاك أنتو شفتوها في الـ boot install في يوم الأيام وانتو بتستخدموا Firebase performance kit هي أيما على traces فيه traces هي بتلجها بمزاجك أو بمزاجك هي بتلجها موجودة وبتضيك option إن أنت تكريد تريد ومشارك 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 ببساطة ستعمل نفس الكلام ستجعل تنادي على الـ start function في البداية في مكان ما أنتعيز وتنادي على الـ stop trace في النهاية مكان ما أنتعيز توقف ومشارك هذا الـ time frame في مكان ما أنتعيز توقف ومشارك لا تحتاج إلى نفسك ومشارك 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 هذا الـ time frame لا تحتاج إلى هذا الـ time frame لا تحتاج إلى أي شيء ومشارك ومشارك أنا أرى لأنها مستخدمة الـ ومشارك لا تحتاج إلى التكومنتيشن تحتاج إلى من أسهل ما يكون ورابح شيء ومشارك أحسن أنت عندما تدوس على trace معين أو تلوك trace معين في الجهة وساعد وتدوس على الرواق على Firebase لا أعرف ممكن أوروه لكم أو لا أصرح دعني أفتح Firebase وتمنى أن أعرف أننا عندي performance لا للأسف لا يوجد ميزة Firebase أنت trace نفسه عندما تدوس عليه في Firebase يدخلك على أخرى يقول لك هذا في الوقت الذي بدأت وعملت الوقت هذا ما حدث بالضبط داخل الـ بيقول لك أنا عملت كل وخدت ثانيتين أو خدت وبعد كده عملت كل بعد كده عملت بعد كده عملت نداحة بعد كده نداحة مش عارف ايه وعملت ايه كل الكلام ده كله يعني أنت حتى أنت بس بتستارت وتستطوب trace Firebase كمان بتديلك إيه اللي حصل خلال هذا في فأنت بتبقى عارف إيه أكتر حاجة أخدت وقت وأثرت على هذا عشان كده أنا شايف أن Firebase هي أحسن حاجة ممكن نستخدمها عشان نميجر screen performance مش عارف إذا كان فيه طول ثانية بتعمل حاجة مشابهة أو لأ بس بس مفيش حاجة بتوفر لنا الـ بيهيفور ده زي الـ لأن الأسف زي ما قلت screen performance بتأثر بحاجات إحنا اللي بنا زي user experience زي الـ زي همتى الـ كلام ده كله إحنا بس عشان بنكتب الكود إحنا اللي عارفينه أعتقد على التول زي بأصعب كثير نحن detect ده بشكل وطول ده بالنسبة للـ سؤال what about matricate بتاعة Mr.Abel صح؟ ماشي خليني represent حاجة PPP كان فيه حاجة تانية xe metric ماشي 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 كلام لذيذة ماشي 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 متريكت بتاعت قبل هي حلوة جدا بتاديك يعني خلني أقولك هي بتاديك الـ data كلها raw value تاديك كل الـ information اللي تقدر تقليكتها من على الـ device بلد التعليد بيكونتين الـ information كبير كتير جدا يعني حتى من دخلين الموجودة في الـ resources كان لديها علاقة بالجي بيو وشيئات تانية لديها علاقة بال الواي فاي والكونديشن بتاعت السيلور يعني الكونديشن وبتعديك شوط أركام حلوة عن الابليكيشن لانش تايمس والأفكتت هناك الابشكت بتاعت البيلود بس العيب الوحيد ان الداة معاك انت محتاج تلاقي لها مكان تستورها فيه انت هتكابتشر الداة هتفلتر الداة هتوديها هتوديها فين الداة مش عارف محتاج باك اندي سبورتك في الكلام ده عشان يستور الداة محتاج فرونت ان تيم عشان يكريتلك فيجوليزاشنز عشان تقدر تستفاد من الداة دي انك تعرض ارقام لحد هي بيج داتا انت بقى محتاج تيم تاني يشتغل على البيج داتا دي الواحدة اللي هو يستور ويمانج ويكوافر لك عشان تبعتها وفرونت اند عشان يكريتلك فيجوليزاشنز وداشبورد والكلام ده كله فما معتقدش ان حد هيسيب التولز الجهزة اللي بتفعلها كام دولار في الشهر ويروح يهير تيم كامل اللي يتفعلوا كام الف دولار في الشهر فهي حلوة بس لسه ما بقىش فيه ما حدش عارف بشكل جيد غير السوفتوير السلوشن يعني اعتقد حاجة من الحاجات اللي نستباك بيستخدموها عشان يكليكتوا داتا هي متريكت بس في الاخر هما بيكليكتوا الداتا دي عشان عندهم باكين سايد بيستوروا فيه الداتا بيوفروا لك التول الداشبورت عشان تشوف الداتا دي فعلا بس في الاخر انت بتدفع فلوس فلو عرفت تتلايز متريكت ان انت تاخد الداتا اللي انت عايزها والباكيندتاك بيستفورتك مفيش مشكلة يعني بس تلاقي نفسك تعمل كل حاجة فم سكراتش فما اعتقدش حد محتاج يعمل كده ويسيب الموبايل الوحي ويسيب الموبايل الوحي ماشي جميل بس كده يعني ده كل ال بوينس بتاعت الموبايل بيرفورمانس اللي كانت في الماري ممكننا ديسكوست زي ما قلنا ساماري بسيط جدا موبايل امبليكيشن بيرفورمانس عبارة عن حاجتين الكود كواليتي والموبايل كواليتي كود كواليتي طبعا الموبايل بتاعك بيران تادي كود بتاعك بياخد كم سانية زي ما قلنا ده بيأفكت البيهيفور بتاعت البيهيفور بتاعت البيهيفور الموبايل كواليتي عندك الاب بيرفورمانس زي الستارت الاب ستارت او الاب لانشتايم والسكرين بيرفورمانس تاخد الوقت قديه عشان تعرض الكنتينت اليوزر بعد كده الاب مطولز و دي حاجة مهمة جدا المحتاجين نبص عليها اخر حاجة الريسورس الالوكيشن طبعا دي حاجة مهمة جدا و ما تنساش تعمل من الوقت الالتاني الموبايل ابليكيشن بتاعك ابنى متطلع البرودكشن سؤال هل هناك طريق الانشتر على ملتبول ديفايشن او الانشتراك كبيرا الانشتراك او الانشتراك او الانشتراك او الانشتراك ده سؤال لزيز بس لو انتبتكلم على اندرويد ديفايشن اعتقد الموضوع خارج انتبه معرفتي او مش هادر افيدك هما اقدروا يعمل الانشتراك بس الانشتراك الانشتراك او الانشتراك او الانشتراك محتاجي على ديفايش خمسين ميجا بيت او داتا هيروح على اي ديفايش هو هيحتاجي استور نفس الامونت مش هتختلف حاجة كبيرة بيستور هنا داتا ويستور هنا داتا اكتر مش هتختلف حاجة او هنا مش هتختلف حاجة مش هتختلف حاجة في الانشتراك وفي الانشتراك وفي الاخر هو نفس الامونت بنفس الانشتراك على الانشتراك انما الانشتراك وفي الانشتراك وفي الانشتراك بيستور نفس الانشتراك وفي الانشتراك وفي الانشتراك وفي الانشتراك انه هيقدر مخصصة في الاندرويد لان الاندرويد خارج نتاك ما عرفته صراحة مش هدا رفيدك المجسور اوه ده سؤال على طلابات اقلت اسطور ماشي ماشي المجسور عشان تكونت كوش جميعه دائما بيبقى النصف لان لأن الـ Resource Allocations يفضل دائماً واحدة نحن نبص على الـ Devices والـ Application بـ B-B-Fز على الـ Devices ففي حالتنا سنفضل نأخذ نفس الـ Data من الـ Organizer مثلاً الـ ABM طالما يتوفر لنا SDK مع Flutter أو React Native سوف يفضل دائما الـ ABM تتحضل نفس الـ Data أي أن كانت ستفعله إنما الـ Screen Performance بأننا نحن نعمله بأيدينا هو دائما الـ Challenge لنا كإنجينير هل إلى أي مدى نحن نفهم الـ Framework هذا يعمل كيف يعمل وماذا الـ Life Cycle يعني لو نسأل Life Cycle بالـ Screen في الموبايل أو في LiveOS نحن نعرف Dead Load لا أعرف كبير لا أعرف ماذا سنذهب بعيداً لدينا نبدأ من Load View في الـ Controller إلى لا أعرف ماذا أنا أتعامك أكثر في الآخر هم هم في الآخر هم 12 Function Layout وكل شيء يمكن أن تجد في حياتك بالـ Public و بالـ Private فأنت ستكون أعرفهم و هذا اللي تحفظ Life Cycle إنما في الأشياء مثل Flutter أو في Cross Platform أنت لا أعرف Life Cycle كيف خاصة عندما تكون شيئا تحفظ بـ State فأنت محتاج أن تفهم قوي أن الـ State أمتى ستعمل الـ Rebuild وكما يزيد الموضوع عقيداً أن أنت عندك الـ Parent أو الـ Child هل هذا سيؤفق على الـ Parent سيجعله يحصل له الـ Rebuild أو نفسه سيحصل له الـ Rebuild أو subset من الـ Tree فإن أنت تختار أمتى تبدأ أمتى تبدأ الـ Trace لكي تبدأ وإمتى تستطيع تبدأ وإن أن تبدأ هذا الرقم يكون مختلفة التي تريد أن تبدأ هذا أعتقد أكثر في حوار الموبايل في النسبة لـ Screen فلا ستجد لا ستجد لا ستجد كلنا متفقين على هذه الحتة ستجد واحد يعمل لا يوجد حتة ممسوكة لسه في الحتة يعني أنا وأنت عمرنا ما هنختلف إن هي أول ممكن أن تضع فيها كود في الـ View Control لماذا؟ طول عمرنا هي كده وقبل إعلاننا كده في Flutter محدش قال لنا إمتى ممكن أعمل حاجة زي كده عشان أمجر الحتة فلازم أنا أقعد بقى أفهم كده الـ Framework بـ Rebuild إمتى ومش بـ إمتى ونقي بقى الطايم فريم اللي أحط فيه حلوب حلوب فده أصعب حاجة ومسوكة في أن أنت تتعمل الـ Observation على مقاومة خاصة في الخاصة هو في الـ Redder يعني كمان هو في الـ أو في الـ في الـ هالحاجة زي كده ممكن تنفع معنا أم لا أم لا يكون لها ممسوكة لو تكلم على ممسوكة ممسوكة لا ممسوكة 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 وستاتلس عراقة أسهل بكثير من الـ لأن في الـ لا يوجد ممسوكة ممسوكة لكي تجلب الـ أو تكون ممسوكة ممسوكة ما هو أخر ازم وانه عدد ممسوكة وانه 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 وممسوكة وانه لـ فهي أسعب في الـ هل تلك الذي قليدا؟ كيف تدعم أحدها أبا dim我觉得 APM يمكنك التخصى لا يمكن كانbrosات hace بداية مختلفا لكن الوركيسكس تمنعني من ان انا شهر الداتا دي بس يعني اعتقد APM Tools Direct او بيري ستريت فورورد ان انت تنتجريت معاها وتبدأ تبص على الداتا لان زي ما قلت هي بتتجريت الداتا ديركت انت مش محتاج تعمل اي افورد غير انك تحطي الاسدكي عندك في الديفايس وتراني الديفايس فقط لغير تدخل على الداش بورد بتاعت ال APM Tool وتشوف الموبايل بتاعك ولو فيه بريستاب بسيط وهم حتى عمل لك انترو كده للستابس وعلى نيورالك ما اعتقدش ان فيه حاجة اصلا موجودة تبسل كريت اكاونت اخد الكيب تاعك الاسدكي الاسدكي الانشيلايز نيورالك تبدأ ال APM في الابليكيشن شكرا كل حاجة خلصت تدخل عداش بورد تلاقيه موجودة نفس الكلام زي ما قلت هيا عنداش وقت حاجات بالكليكتاع بايدفولت فانت مجرد ما تحط البرفورمانس كده عندك في الابليكيشن وتستارت البرفورمانس كده في الاب ديليكت كل ارقامة تلاقيها بدأت تظهر على الداش بورد الوحده شكرا لك تعمل اي حاجة انما انك تفهم ازاية الابليكيشن على الابليكيشن على الابليكيشن ده محتاج شوية تفهم يعني ايه الابليكيشن الارقام دي بتعبر عن ايه ازاي بلد داش بورد مثلا عشان نيورالك صعب عشوية في الفيجوليزيشن ازاي بلد داش بورد في النيورالك اللي محتاج تبالد كويريز هي بتجيب بتجيب كل الداتا بس عشان انت تشوف الداتا محتاج تكويري بداتا دي فاعتقد ده جزء الصعب في نيورالك لو الحاجة مش جاهزة ليك يعني جزء مثلا النتورك بيبقى جاهز ليك في نيورالك هي تقولك كل الابطأ او من الاسرع الابطأ او من الابطأ الاسرع انت هتفلتر او عايز تبص على اي بي اي معينة نيورالك بتعمل لك داش بورد دي فور فري او يعني هتلاقيها موجودة وجاهزة بس لو عايز بقى حاجة جاهزة ليك انت ده جزء الصعب في نيورالك لانك محتاج تفهم كويري وتبايل كويري كل الكلام الجميلة بس نيورالك ديكمنتيشن حاجة فوق الروعة واعتقدهم عندهم يوتيوب وفيديوز على الويب سايت وعندهم حاجة زي اكاديمي كده على الويب سايت بيعملوا كورس او ميني كورس او فيديوز طويلة بتشرح بحطوبكس من الاول الاخر وحلو جدا لو انتعيست عمك في الموضوع فعلا انصحك بالديكمنتيشن متع تنيورالك بانه ما اعتقدش ان في حد هايخد وقته ويعود يعمل كورس على طول ويعمل كورس او نعمل على هذا او نعمل او نعمل او نعمل سوف نقوم بتحقيقات الانتعادات ويقوم بتقوم بتحقيقات سوف نقوم بتحقيقات سوف نقوم بتحقيقات هل انت ممكن تمانيتر السكوريتي ثريت ببساطة لا او الناس بتوع السكوريتي مش هلا ويأكلوا عايش بس حاجة زي APM تول في نيوريليك بتوفرك جزء بسيط او عبيد يعني عبيد في السكوريتي على الموبال فممكن تخدها فورفورية من ال APM بس دايما هيبقى الريبورت بتاع السكوريتي تيم في الشركة اللي انت تشغل فيها هو اضاك حاجة وهو الحاجة اللي انت لازم تفولو عشان تصلح الاخطاء الموجودة في الريبورت عشان من غيرها انت هتزعل يعني في الاخير لو انت تعالي كلمة على شركة فنتك مثلا مش هتاخد الريبورت وهو حاجة إذا تحصل لك الريبورد الابريكيش متاعك واحدة انا ثلاثة انت لازم تسلحهم عندك شوبشان تايم فهوهوهوانتر بقى الكلام انه يبقى اوتوميتد ويضع لك ادرس ويضع لك ان انت بحوصت حاجة والله على حسب السكوريتي تيم بتاعك بيستخدم طولز ايه لو الطولز بتاعته تقدر تحطها في حتة تشنريت لك الريبورد على البلدس بتاعتك زي مثلا مثلا جيت هاب اكشنز او بتريز او سيركل سي ايه ايه ان كانت تول بتاعت السي ايه فيه تولز لي علاقة بالسكوريتي على الموبايل الابريكيشنز ممكن تنتجريت معها وتخطيها ايها ستيب في الفلو والورك فلو بتاعك او البيبلاين بتاعتك انه هو يطلع لك الريبورد على الاي بي اي ا او الابك ده الريبورد ده لو فيه مشكله في اكس والله ابعتلي مسج على سلاك من الكلام ده او حط كومنت على البي ار لا توقف ان البي ار ده مش حصله مريش علشان ببعوز سكيروتي في حتة ايه اه التول ده كان اسمها سؤولت عابقى اه مش فاكر اسم التول بسها مشهورة جدا ووبن سورس ممكن تستخدمها كمان حتي لها إنتجريشن مع الylейس وادية ايه ايه زاهايمر هيموتني اه يعني انا ايوه موب اس اف هزيه العقب ماشي خلينا شغيرها معك موب اس اف من الحاجات اللي ممكن تنتجريتها مع CIT دي بتاعك وترجع لك ريبورت جميل جدا على السيكيوريتي سريتس اللي انت عمتها في الموبايل بيكيشن ممكن تحطها بقى على ريليز ووركفلو تحطها على بي اوار ووركفلو تستخدمها لوكال عندك على البيلد بتاعتك وهي تطلع لك ريبورت بالداش بورت جميل كده تقول لك والله ده الغلاطات اللي انت عملتها ده ده الترتيب بتاعها هل هي هاي هل هي مديم هل هي لو ويقول لك ترجع لك كده انت ممكن تعمليه عشان تصلحها وازاي ممكن تربريديوسها تاني عشان تتأكد بعد التست ان انت صلحتها حلو؟ التول دي عظيمة جدا ويستخدموها كثيرا بيستخدموها عشان الادتينج اللي بيحصل على الموبايل هل تستخدموها بيستخدموها؟ هل تستخدموها الادتينج اللي بيستخدموها؟ هل تستخدموها؟ هل تستخدموها؟ سؤال حلوه. يندهم حاجة حلوه اسمها حاجة كده هي علاقة بالمونيترينج بس بتبقى ريل تايم انت بتفاير بتفاير من الديفايس بتوصل في لحظتها الداش بورد بتاعتك او او بتاعتك فهي حلوة جدا لو انت عايز تبتكت حاجة بأسرع ما يكون انت حاجة لو لقش متاعك كريتكال جدا وما ينفعش حاجة تحصل وتشوفها تاني يوم لا انت لازم في ساعتها الالرت يكون 100% accurate والتايم او الثريش هولد اللي انا قدر استنى فيه اقل من دقايق فداتا دوج عندها الريل تايم فيتشر دي حاجة حلوة جدا الداش بورد في ساعتها اعقد شوية من نيوريلك بشكل عنيف شوية نيوريلك احيانا بتبقى ابسط بكتير بس في الاخر داتا دوج في حتة هي مش بلت عشان الموبايل او مش مش موبايل فيرست سيتزن هي في حاجات فيها مش طرح تعملها مع الموبايل الا لما تعمل على عكس نيوريلك عندها اس دي كي بتقولك تعمل كده ازاي كل الحاجات اللي نيوريلك بتوفرها سببورت باي اس دي كي والديكمنتشن نفسه انما في داتا دوج لا هتلاقي في كده حيثة او ارياس كده جري كده اللي هو اعملها ازاي و هل هي سببورت او لا في انتيتي من دليفري هيرو بيستخدمه داتا دوج نحن بيستخدم نيوريلك فنحن بنا ناخد الديسكوشن دي مع بعض من نوت الالتاني بس في الاخر طالما هي بتفيت التيم بتاعك باليوزاج بتاعك اي ان كانت الطول طالما انت قادر تشوف الحاجات بعينها اللي انت عامل عليها و داش بورتس و قادر تستطب المنترين بتاعك اي طول مش هتفرق اي ان كانت هل نحن محتاجين لتنين لا طبعا لان ستلاقي نفسك بتدفع فلوس كتير لو معاك فلوس كتير حطهم لتنين بس هتلاقي نفسك بتدفع فلوس كتير خلينا اقول المعلومة بسيطة نيوريلك من الحاجات التي نتفعلها كتير قوي قوي نيوريلك بتاخد فلوس كتير عشان نحطها في الاستياج هذه الحاجات التي تطلع لشركات كبيرة تبقى الموضوع فعلا بفلوس بملايين انما نحن الآن بما اننا بنتعلم او في بلاي جراوند الفري تير بتاع نيوريلك هتتعرفكم كل الحاجات التي كلمنا فيها اليوم وفاير بيس طبعا فرين تستوى تدفع موضوع هذا التدوج معرفش اذا كان عندهم فري تير او لا بس ممكن تبصوا على الاتصالات بتاعتهم عندهم بس كتير هذا الانبوت اليوم عن الموضوع الاتصالات انا ليس هنا لكي اعلم اوديكم حاجات اندبسة اوية عن كل الطبق انا فقط اوديكم كده محتاجة كل واحد فيهم تتعلموه من ثاني وتبصوا عليه وتتجربوا باديكم عشان فعلا هي في الاتصالات بتاعكو لو انتم شغلين في شركة او لو انتم تقبلوا على شركة تانية وانهم بص انا بحرف عن الواحدين تلاتة طبعا هذا بيعجب الناس شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا يا كريم يعني بقد انا عمالي اكتب براك من ساعتها فشوية التوبكس كده بقد يعني شكرا جدا التوبكس كتير وتفتوف توبكس اكتر حلو جدا سعيد ان انت ابسطت يا مستر احمد واتمنى ان التوبكس الكتير تي كده تفتح لكو ارياس تانية محتاجين تتجربوا فيها واتبص عليها طبعا الحاجات دي كلها لما تجربوها في موبايل بيكيشن ديفولومنت سيشن او سيشن او تسك تعملوها لا نفسك روائدة لان فيه حاجة محتاجة اعرفها بشكل احسن في الموبايل سايت عشان تخدمني او انا بعمل حاجة كده هنا فاتمنى انكم تستفادوا منها بشكل كويس وانا شكرا جزيلا 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 جميلة وانا لا يوجد سئلات اخرى ايضا اخرى هسيبك تكمل يومك الجميل مع الشباب احنا متشاكريين جدا لوقتك اخذ نظرونك لو تحب طبعا لو تسمح ممكن لابعسيه تتلينك دي كلنات بتاعك للناس لو حد ما حابب يو كنكت معاك احنا تحت الطلب والله شير اللينك طبعا فيها حتة تعجبك شكرا بيش مشكلة خالص ولو في حد عند سؤال في اي وقت بعد السيشن قبل السيشن السنة الجاية يعني ريتشاوط على اللينك دي انا على طول ويتلاقي من الموجود ان شاء الله شكرا جدا شكرا جدا لك يا احمد وشكرا شكرا شباب شوفكم على خير ان شاء الله ممكن تستنى يا جماعة احنا كده كده بنكمل بنربيو الهجتس معنا يا الله بينا ايه الاخبار يا رب تقولون بساطة يا سفنكتل ايزا جدا الصراحة طيب الحمد لله انا هعمل شير سكرين عندي انا مش هتطول عليكم انا عارف ان السيشن كانت دسمة احنا هنتكلم في ايه احنا باي بس شوية حاجات بسيطة هنشوف احنا الي كانت معنا الاسبوع اللي فات خلصنا فيها ايه هنشوف الاسبوع اللي حصلت خلال الاسبوع وهنشوف الاسبوع اللي هتكون معنا الاسبوع الجاي و هننونس اا يعني ممكن نبدأ عشان احنا ما انناش الفترة اللي فاتت يعني انا المرة دي حالي بالصراحة ان انا الستارف زويج اه اه مش هيكون على 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 اساس اه حاجة معاينة حصلت بس هي كان في ناس دايما بتحاول خلال الاسبوع ان هي تتكلم وتتارع وتسأل اه دخلنا مع الارضة كذا كل خلال الاسبوع اه الناس كان عادها سألت كتير في يمكن الحال ان يكون الستارف زويج الاسبوع ده يكون اه دعاء واسراء الاتنين اه تعبوا كتير اكتهدوا يعني كان قابلوا اكتر من اللازم فعاشا جماعة انتوا هتكون الستارف زويج الاسبوع ده طيب دي اول حاجة اه تاني حاجة اه كل اللينكس اللي كريم عمل لها شير انا انا حاولت ان انا اكتب نوتس بكل حاجة فكل الكلام ده يكون معنا اه احنا خلطنا ايه الاسبرينت الفات كان معنا تيكتز كتير كانت حاجات باقيه في الديزوين حاجات اه محتاجين نكمل عليها. اه كان في حد كزا حد تكلمني اه بسرعة من دويق ان احنا محتاجين نشوف التاكتز عشان نشتغل عليها. اه فهي التاكتز موجودة نحاول ان احنا نتكلم عليها عشان المرأة اللي فاتفت محبيتش ان انا قضايا عادتكم بطير كنا عدنا الساعة خمسة فكان هي بقى صعبة الصراحة انه نعود اكمل معاكم كمان اللي بعد كده. اه بحلوة جدا اه خلينا نشوف التاكتز اللي يتعمل ليها مر. عايش عايش. نشوف ايه اللي حصل خلال الاسبوع اللي فات. مش ممكن تقريبا نبدأ منها. اه عبدالله لو موجود وحاير تتكلم. هو عبدالله هنشتغل على على التاكت بتاع. اه موظم الكومنتز يعني انا حالب بقى حصل ان احنا نتكلم عن الكومنتز اكتر من من احنا عملنا ايه. لان الكومنتز هي اللي هتعلم الناس. لما تشوف حد بيعمل الكومنت معين. وبتعرف احنا ليه الحاجة دي المفروض ما نعملهاش. اه اه او او نعمل. اه نعملها بشكل احسن. اه انا كنت حالب ان في بتاع اليميجز ان يكون اه فيه البريفكس ليه الحاجة دي ايه. يعني انت لو عندك ايكون عندك 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 باكجراوند ايميج عندك بلايس هولدر. فاحنا محتاجين انه نحط الكلام ده كبريفكس مش كصافيس. ليه الحاجة دي اه حسيت ان هي احسن. اه لان هو انت كده كده بيتعمل صورت اه الفاباتك فانت الحاجات النفس الاسم هتكون موجودة مع بعض. فلما عتيك تشوف هتلاقي ان ايكون 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 فهتلاقي الايكون زي اسحل لك ان هي لينك هتكون مرتاحة اكتر. اه فيمكن انا حبيت الابروش دي اكتر. تاني حاجة بلاش نحط في اليميز بتاعت الامجز اه اه خلينا اكتر اه داشة زي بعبد الحميز كان بتكن قبل كده خليها هايفن ستاين. تمام? اه بعد كده لو في عندك كلاس انت عارف ان الكلاس ده مش هتعمل ليه انه يفضل ان انت هتعمل لي ان عم تخلي الكلاس ده فاينال. فده بيسهل علينا بعد كده ان احنا لما هنجومب الكود انا عارف ان الكلاس ده ملوش هايده. هو ده الروت بتاع التري. تمام? اه السترينجز احنا كده كده عملنا لو فاكرين الناس اللي طبعنا الاول احنا عاملين اه سكريبت بيجنريت السترينجز من اللوكالايزابل فايل. فبالتالي مش حاجة كويسة ان انت تدخل في كل فايل تعمل الينم للسترينجز بساعتك. اه ممكن نحتاج الكلام ده اه لو انت مفيش عندك كوتو جنريشن للسترينج. فانت هتحتاج انه كل سكرين يكون فيها زي ما فيه كونستنس يكون فيه الاسترينجز بتاعتك. لو فيه حد عنده اي سؤال او اي حاجة مش فاهمها ممكن يرفع ايده وخدنا نتجلب. اه احنا محتاجين نخلي الاوت لصفتاعتنا برايفت. اوت برايفت سات اللي احنا محتاجين نستخدمها في اليونت تست. جميل? طب اعرضت مش مالس ان كنت اعملها برايفت سات. اه اعرضت بتعملها برايفت فعلا. اه كان مفروض برايفت سات اصل. صحة اكتر ايضا. اه زي قلت لك لو مش هتعمل يونت تست اه للفيو خليها برايفت. لو هتعمل يونت تست فيو خليها برايفت سات. هو مفروض ان الفيو لباكة الفليونت تستين. في ما في ناس مش بتعمل تست الفيو. بيكون الكبازتي بتاعت التلتين مش كبيرة. وانا انا مش يعني بيقول لك ايه بص انا مست العامة والعامة كله. فانا هتست اللوجيك. هتست كل الحقيقة اللوجيك بتاع هتست السرفيس هتشتل هتست الفيو بودل هتست البرزينتر هتست الالتراكتور لو عندك اي ديار منه. والفيو انا كده كده فانا عارف ان الو هو بيهمد الفيو بس. اه الرايفت سات. اه الاكسس موديفاير زي عندنا. اه انت في العالم خاطئ في الابن والااااا. già الابن والااااا. الابلك. الاول برايفت فايل برايفت الاوبن. اوا برايفت. اوبن بو بابن place نقطع وإنترنل وفايل برايفت وآخر حاجة البرايفت في حاجة جديدة نزلت في سوفت فايل بوينت نوين اسمعين ده انت مش مذكرين يا جماعة ده حنسى أجلنها من الأسبوعين في حد هارف عيده يقول اتفضل ناصر موديول تقريباً موديول موضبط ايوا كده انتم مذكرينه هلويد فهم بدلا ما كانوا خمسة اكسس موديول فاير زباق وست فالموديول بتكون اكسر الجوة الموديول نفسه طيب احمد بيقول ايه هي الرايفت ست هي الرايفت ست خلينا نفتح مثلاً اكسو كود وقول لكم بالكود هيكون احسن خلونا ننبول الديفيلوب ونأبن ان بحلسي طبيعي ان انت ما يكون عندك برايفت ست انت بيكون قبلها الديفيلت بتاعك الانترن فاحنا بنقوم الانترن عشان هي الديفيلت اصلاً خلالك هي انترن هي اكسسابي بالانترن بس الستر بتاعها برايفت يعني انت ينفع تعمل الست ليها بشكل برايفت بس ما ينفعش تعمل جد آسف ينفع تعمل ست ليها برايفت بس ما ينفعش تعمل لها ست براه الرايفت سكوب بتاعك بس هي انترن هي جدر بتاعها انترن فانت ممكن تعمل ليها آآ بجد انترن طيب يا واحميد انا محتاج اعمل ليها برايفت ستر وخليها بابليك فانا هعمل ايه هخلي دي جابت هي بقت بابليك برايفت ست هي بقت اكسسابي برا الفريمورك بتاعتك بس ستل انت مش هينفع تعمل ليها ست لجوه الموديول ولا برا الموديول بس هينفع تعمل ليها ست جوه الفايل الرايفت ستر طيب يعني معنا كده منها ممكن نعمل بابليك انترنال ست وين دي واضحة انا عرف ان هي مش بيتميك سنس اوي عشان دي رفرنس طيب بس يعني ككونفنشن خديها كده حسنا ايه 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 انا بس لما باخد اله ايه ايه انا بجد انت دي حاجة. حاجة تاني. انا مش هقاوز حد ييجي بره بتاعي. ويعمل ست للابل ده بابل تاني. انا هبريفنت الحركة دي. بس ستل انا معايا فهي مش احسن حاجة في الدنيا انت مش عملت المطلوب. بس انت يعني حاطت لير كده انا مش مفيش حد عيسات الابل ده بابل تاني. اه 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 زبطت الجزر بتاعك خللية الكونفنشن الاسم بتشوف تفهم انت دي عامل كده. تمام? سؤالك كده باضح. سؤالك باضح. اه بحاجة هنا اه كان كان بيحصل تشيك على السوبر فيو. مثلا تشيك عادي. اه فقالنا ادعا خلينا اول حاجة انت طالما انت بشغلت بسوفت 5.8. اه اه اتليست فانت ممكن تعمل جارد ليت. اقول من غير ما جارد ليت كزا ايقل كزا مع انها نفسي الاسم. تاني حاجة. انا مش عاوز اعمل اه اه بسايلنت بولد. الطبك اللي كان بيتكلم فيه رامي من الاسبوعين. اه انا محتاج اعمل اه بحيث ان الاليو دي لو مش موجودة انا هعمل اه فانا لو بشغلت بجموت هيتضع لي فيه تلقاب. فاعرف ان فيه مشكلة هنا حصلة. ما اضطرش ان فيه حاجة انا مش هايفها. وادم ان انا ادف عليها بحبة حدوية. تفهميني؟ هي حاجة مش تاخد مني وقت معين او حاجة بس هتفرق معايا بعدين. اتفقنا؟ البقية كلها كومنتس عادية. اه تسلام عبدالله. اه من الناس برضو اللي اتعبت معانا جدا. وبتتعب معانا. البيارز بتاعته جميلة جدا. الصراحة عبدالله يكتب بجد كواس قوي. فلو عبدالله فتح بيار احاول تبص علي. لانا عبدالله يكتب بجد حد. شكرا الله. بش مهندس هو. والله لا بتعبك والله. معلش. والله عبدالله تكتب يعني نوس كتيرة بس بتعلم يعني والله. شكرا يعني هي اهم حاجة انا بحاول ان انا كتب اي comment. ممكن يعجلي بحيث الحاجات دي هي فعلا اللي بتعلم. وانا ببقى ببسوط بالديسكوشن. فيه بيار تاني كان عامله عبدالحميد. نورة عبدالحميد كان بيعمل كريات اكاونت سكرين. كان فيه بيار لللي اعوت نفسها. فقلنا اول حاجة خلونا نشتغل على الامج ستكون بي دي اف او اس في جي. هيا هتكون احسن من بي ان جي. هتشوفوا كان فيه مفتوح على general channel بسبب الموضوع ده. واتكلمنا ليه الفي دي اف او اس في جي. لان هي فيكتور فهتكون احسن. اه كان فيه شوية انهانسمنت للسطايلينج. حاولو برضو تبص عليها بفكرة ان انت تأثم دايما الكود بتاعك بمارك. دي حاجة كويسة هتخده الكود بتاعك شكله احسن. اه وهتسهل عليك بعد كده ترجع الكود. اه نفس الكلام موضوع الprivate set كنا نتكلم فيه. ده التعليم الموضوع الكومنتز. اه شكرا لعض الحميد. يعني مجهود عظيم. اه جينا بعد كده ده التعليم الموضوع. الكلام كانت عن الكود. الكلام كان حصل فيه. اه مشكلة من نحيتي قناة. اه كان فيه حاجة او فيه في جي تهب. احنا زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل. الفرق من الكتور والمرج والالكومنت. حد عارب. او كلنا عارفين فممكن حد يغفع يضيبكم. تفضل يا عداري. هو المرج العادي يعني بيجمع كل الكوميتات في كوميت واحد وبيبعثكم مرة واحدة. عن المرج العادي فهو كل كوميت في كل واحده. في تاني بس. بالزبط بالزبط. زي ما قال عبدالله. ده لو عملنا ليه مر. ايه اللي هيحصل. هتلاقي الكوميت اللي الموجودة هنا هياخد الاربع كوميتس يحطهم ويعمل مرج يعمل كوميت بالمرج نفسه بالتائل ده مثلا او باية تائل انت تخضره فانت هيبع عندك خمسة كوميتس ورايحين على الديفالوب طيب هل دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ يعني انا متأكد ان الناس اللي كان رابط المرج على الديفالوب خلال الاسبوع اللي فات عرفت قد ايه دي كارسة حد يقول لنا اللي دي كان كارسة ليه دي كالتكارسر عشان الديبلوب لو خدت بالكم هتلاقوا ان الكوميتس دي شايفين انا عملت انا عملت اوديت لفايل معين الكلام ده الكلام ده ودخل عالديبلوب وانت بعد كده الفيتشر دي حصل فيها مشكلة بحبيت انك تعمل ريفرت انت هتحتاج دي هتلاقيها من اسبوعين وهتلاقى كوميت تاني من اسبوع وكوميت تاني من ثلاث ايام قادي مش مشكلة ده بتحصل ما فيه فيتشر ممكن عادة تشغلها شعر بس الشكل اللي احنا عاوزينه دلوقتي شايفين انا كل كوميت حرفيا مربوط بPR الPR ده فيه description بالdetails كلها والconversation واحنا ليه عملنا دي ما عملناش دي فانت لو في اي وقت حبيت ترجع للبركوست ده هتعرف ترجع هتلاقي في عندك هستر واضح كل الPR بكوميت الهستر بتاعك شكل جميل دنيا واضحة لو حبيت تعمل ريفرت الكوميت واحد هتعرف تعمل الكلام مش كده أشيك وأحلى وأجمل حلو جدا همنيجي بعد كده لل الـ 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 وهنا كان فيه حاجة أو فيه اسراء يشتغل على حاجة اسمها stack dmr الـ stack dmr باختصار يعني ايه stack حد يقول لنا يعني ايه الفرق بين الـ stack والـ queue الـ تفضل يا أبا حميد ده الـ stack الـ queue مثلا من الطابور اللي هو زي first in first out ما فيهاش حاجة الطابور بتاع معك مثلا مثلا ما تروح معك تقف في طابور فالجاي الاول بيمشي الاول stack dmr الـ stack انت عندك آآ ورق زي كده فانت مأكد لما تجيب ورقة تحطها تجيب ورقة تحطها تجيب ورقة تحطها عاوز تسحف حاجة غسيل الصحون بالظبط الله يعني دعاء الله يعني دعاء رسال جميل جدا رسيل الصحون انت بجيب طبق 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 عاوز تشيب حاجة هتعمل ايه مش هتشيل من تحت هتشيل من فوق فده الـ stack زي ما قال احمد مصطفى الـ navigation الـ navigation لان انت بتعمل فانت عاوز تعمل فبتعمل ايه بتشيل اخر حاجة طيب الـ stack dmr عبد الحميد محتاج يشتغل على الـ design اسراء عاوز تشتغل على logic ومعانا احمد عاوز يشتغل على unit test هنمشي الكلام ده ازاي عبد الحميد هيفتح الـ branch بتاعه اللي هو هنسميه branch A اسراء هتاخد من عبد الحميد branch هتسمي branch B احمد هياخد branch من اسراء هيسمي branch C احمد هيشتغل اسراء هتشتغل عبد الحميد هيشتغل عبد الحميد خلص شغله هيفتح PR على ايه على الـ development لانه هو طالع من الـ development اسراء هتخلص الشغل بتاعه في branch B هيفتح PR على ايه على branch A اللي عبد الحميد شغل علي احمد خلص شغله في branch B اللي هيفتح PR على ايه branch B اللي هو بتاع اسراء هل اعمل مرج على طول؟ لا هستنى بعبد الحميد او عبد الحميد هيعمل الـ اسراء الـ branch هو كان على عبد الحميد فهدلوقت الـ branch بتاعه على الـ develop فاسراء تخلص فاحمد كان عامل الـ branch بتاعه على اسراء فاسراء automatic الـ base بتاعه هيكون develop دي فكرة الـ stack بشكل عام اسفضاء ده حاجة او احنا دلوقتي الـ branch بيمرجوا على بعض الفكرة في الآخر بقى يعني ازاي اول انا الحاجة دي ان انا فتكرت يعني مثلا سيه ممكن الـ reviewer اصلا حد تالي زي الكيز بتاعتنا فا ازاي هو يفتكر حاجة تلكده في او حاجة ما لان هو يفتكر دي افتكر ازاي اكدفانت ان ذا يحصل لان انا مرش الحاجة يعني ممكن انا مرش اخر branch خالص اللي هو بتاع تاسراء فاسراءتها حبقى دخلت عملت reviewer حاجة او 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 ومرشت حاجات تانية معها بالجوهمة حالو دي دي حاجة كبيرسة جد احنا ما تكلمنا في اول اسبوع خالص متكلمنا على التكت دي وكنا من أصين حتى لو انا قد عملت أصين لحمد حسن فاحمد حسن ده هو 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 دوره ان هو يتابع في التاكت دي من اول لما تبتأ لحد لما يتعمل لها تست وتقليص فده دور التاكت اونار ده دوري وضم انا انا التاكت دي معمول اساين دية ليها مثلا فانا دوري ان انا اللي تابع فيها ما ينفعش احمد هو اللي يدخل يعمل مرج التاكت دي مفيش حد ينفع يدخل يعمل مرج التاكت حد تاني التاكت دي بتاعتك الPR دا بتاعك فانت اللي لازم تخلصه فلو حد عمل مر على برانش تاني غير البرانش ده 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 دور حضرتك انت اللي هترجع تعمل تاخد شيربك للكوميتس دي وتطلع بها برانش تاني وتفتح PR فهي دي الفكرة فدايما هو اللي فاهم الهيستري هو اللي عارف هو عمل ايه وانا مسلا لما يكون معي اتاكت كبيرة بابدأ اسمها عشان اخلي الفايلز تشينجد صغيره فسهل على الناس ان هي تعمل ريفيو يعني انا بحاول دائما ان الفايلز تشينجد بتعديس عشرة عشرة خمسة و عشرة ماكس النمبر الف تشينجد طاينجز ما يعديش كون صمية بحيث ان انا الناس اللي هتعمل ريفيو الموضوع مياخدش منها وقت يعني الناس وراها شغل تاني وراها حاجات تانية هتعملها فما مش عاوز حدي على ايه ان يفتح PR في خمسين فايل تشينجد هو هيقعد ريفيو ساعة ونصة وساعدين تمام؟ اتمنى الدواءات موضع يعني مش شرط ان اعملها عشان في اكتر من حد شغال عليها لأ انا ممكن انا اللي عمل كده اقسم تكت كبيرة اكتر من تكتر صغير وهنا مثال اسراء كانت فتحة PR بتاعها على على لما تتعمل ليه مرجع هتلاقي جدا بيقولك ان انت ان انا غيرت البيز بتاعي من كزا اللي هو كان حلو؟ حلو؟ يعني دي اهم حاجة حابين نطلع بها من اللي عارضة او البي عارضة عاشي اسراء نيجي بعد كده على دعاء دعاء كانت اشتغلت على نفس الكلام اللي كنا عملناه من هي اشتغلت عليه شكرا يا دعاء احنا كنا انا بفاكل ان احنا فوتنا بالظبط كانت كلار اشتغلت على كانت عملت شغلة جميل جدا الصراحة هي عملت بالضبط بزودنا لها فبقى عندنا اميل بالضبط بالضبط بتاعتنا بتاديده الريجيكس اللي انت عاوزه لو فيه ملمم وماكسيموم كاون فبقى حاجة كويسة بالضبط بالضبط فيها شوائد هنحلها عادي مش اي مشكلة وهي معاها ليونتا استبدأ شكرا نكتلور وبعد كده دعاء كانت اشتغلت على الدزاين بتاع سكرين يعني عملت شغلة بويس موزن الكومنتس اللي كانت موجودة في البي او ار ده كان لها علاقة باللي اوت اه هتشتغل فااااااا انا كنت يطبيق بالبط لان مش جاهز وانا مش هبدأ انا مش عاوز الناس تدخل في SwiftUI تضيع هدك ان انا اعاوزك تدخل SwiftUI وانت معاك الـ Fonts معاك الـ Colors معاك الـ Styles اللي انت محتاجة تمام؟ تمام فالـ Splash شكراً لدعاء وفي المسجد يا جماعة فيه ناس فيه تاني عشان الناس برضو كان فيه كذا حد يتكلمني في SwiftKairo احنا متقابلناهش في اللي ما انتم شاء في السنهاية دي واحنا زعلانين مش بمعنى ان انتم متقابلتوش ان ان انت وحش او ان ان انت مش هينفع تشتغل لا فيه كذا حد عامل فورك للرب وبيبدأ يفتح مرز عنده ويبعت لي يقول له اعمل ريفيو فيه ناس بتبعت لناس تانية بتعمل لها ريفيو ما فيهش اي مشكلة في الحاجة دي احنا زي مولده تاني الـ Capacity من احنا يا جماعة احنا شكراًين في ريتلان على جيراً مسلاً فانا عندي ماكسيمم لعشر اشخاص ممكن يشتغلوا انا مش قادر اعمل بشكل مستمر للناس كلها احنا بريح كنا عالين من عشر لتنشر مص بالليل تقريباً بنقفل في خمسة بي ارز بس نعمل ريفيو نتأكد الناس فهم احنا ليه عملنا كده اا فحاولوا تعملوا كده واحنا لو فيه كومنت بتتكرر بشكل مستمر بالفعل لديه ان نتكلم فيها زي دا جهازي اااااا تان 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 تا تان تا طا اااة اه ده كان فيه ده مسلاً مساعداً كان أحمد عيمن من الناس الشاطر جدناك برضو هو مش منel 8 بس هو الراجل كان عامده كومنت ان احنا محتاجين ايه انا مش عاوز كول مرة ان انا ألنت الفايلز وكلها فهتعالى بنعمل سكريبت يلنت المضيفية تشينجلس بس السورة المضيفية تشينجلس بس لماشي فهو جاء عمل سكريبت في الموضوع ده فعيش يا محميد احنا غالباً اوصلاً هنرجع السكريبت القديم ان انا هلنت البروشيبت كله عادي بسبب ان فيه شوية مشاكل في السكريبت السكريبت مش دائماً بيشتغل لو انت بتعمل ريبيز ففي عندك تشينجلس فانت على هيت برانج بلوص ان احنا وانت بتعمل السكريبت عملت الاجنور للفاكس عمل اوتو كوريكت فده مش معانا فغالباً فور سيفت يعني انا هرجع السكريبت القديم بحيث تأكد دنيا مصبوطاً تمام؟ انا اتكلمت او احمد دوني في الموضوع ده باقي بس يعني انا عاجبين الفكرة عاجبني ان احنا احمد قال ايه رأيك نعمل خزف فيالله نجربها دي حاجة كويسة جداً انك تدخل تجرب في حاجة انت مش قوير بيها فتغلط فتتعلم الحاجة اللي انت عملت لها بعد كده كان كان عندنا مشكلة بس ان او خلينا نتكلم في الموضوع ده انا ضفت الفايلز على الفايل سيستم بس في حاجة في فرق بين ان الفايل ده موجود على الفايل سيستم وفرق ان الاكس وكود عارف ان الفايل ده موجود فانت لو ضفت الفايل وهو مش موجود في التارجل بتاعك فانت كأنك مضفتوش هو موجود على السيستم بس لو جيت تعمل رانج كده هيقولك انا مش لاقي الامج بس ليه؟ لان انت ضيف الفايل بس انا كاكس وكود معرفش ان الفايل ده موجود ومعرفش ان الفايل ده موجود للتارجل ده يعني انت مثلا في هيلفي انت عندك هيلفي وعندك هيلفي تست وعندك هيلفي يوعي تست فانا محتاج اقول تخلي بالك يا اكس كود ان الفايل بتاع الاستس ده موجود في التارجل اللي اسمه هيلفي عشان فيه كيس بعد كده ممكن تحتاج ان فيه فايل تضيفه مثلا لو انت عندك بيتا تارجل وعندك بروداكشن تارجل وعندك تارجل فانت محتاج لكل تارجل تديده استس مختلفة فانت ممكن تعمل كده جميل الفكرة دي واضحة هلوان محمد عطالله هو عمل ايون التست لي وعملها بشكل كويس جدا عملها نصر عاشي نصر واسراء عمل عاشي اسراء واحمد حسن جي يضاف الاسكيمة وعمل عاشي يا احمد يا حسن اا عاش رحلك كل بالاسكيم دي عشان السؤال ده كانت سألة مبارح وحنا عدين شغالين الاسكيم دي عامل زي بتاعتك البطاعة البطاعة تصير رقم القاوم بتاعتك البطاعة مكتوب فيها انوانك مكتوب فيها رقم القاومي مكتوب فيها اسمك الراجل ده متجوز ولا لا الراجل ده شوية تفاصيل عندك هي نفسها الاسكيم الاسكيم دي بنحتاجها في ايه؟ إيه لو انا وهدوكم ساعة لو انا محتاج أرفع على لما اجي عامل البند على البرودوكشن يروح يرن التست ويروح يرن اليوعي تست ويروح يرن شوية حاجات كده. محتاج اعمل لما اجي ارن على على البركوست العادي اللي هو حاجات اللي نعملها كل يوم. انا مش عاوزك ترن اليوعي تست عشان بياخد وقت كبير. مش عاوزك تعمل شوية كده. طيب ازاي ممكن اقول له الكلام ده? بالسكيم. باجي ادفاين اكتر من سكيم. اقول له بص خلي بالك الاسكيمة دي بتاعة الريليز. الاسكيمة دي. ادي بتاعة الدفل العادية بتاعدي. واجي هنا اقول له بص خلي بالك في الاسكيمchas انا محتاج اعمل محتاج اعمل عامل اعمل للي احت احنا هنا عمل للي היنا عملنا واجي في الاسكريبت اللي انا بكته للابل الابلين اقول له خلي بالك انت هطوح على الاسكيمة دي. وده اللي احنا عاملينه في العادة麒ة بيكون نفس الاسم بتاعة البروجيكت يعني احنا عايزينها هنا مثلا اسمها Healthy. فلما نيجي على ال GitHub يا رب ألاقيها على ال GitHub Actions هتلاقي .github.orgflow.ios.yam هتلاقي هنا ده الScript. الScript Lab. احنا دعمه configuration دي. فهتلاقي ان احنا بنقوله انت هتروح تران اي schema. خلينا احاول لو ادور عليها ده حظات. حسنا. عيد بقى انا بيتوفر رايد ال.. الـ الـ هنا الـ Scheme. شايفين الـ Input ده؟ حاليا هو بياخد الديفولد فهو الديفولد بيروح يشوف نفس اسم البروجيكت بيشوف الاسكيمة دي طب لو انا عاوز اعمل اسكيمة مختلفة فساعتها بعمل اسكيمة تانية بتيجي هنا manage scheme وتعمل add سميها healthy مثلا او healthy beta. اعملت اسكيمة تانية اسمها healthy beta وابدأ ان انا اعمل لها الconfiguration بتاعها. فهاجب healthy beta مسلا اقول انه قبل ما اطلع البيتا محتاجة run test محتاجة run test ومحتاجة عام شوية بس فده ده الفرق في الاسكيمة بكل بساطة. حد عنده سؤال في الموضوع ده مش محتاجة تعرف حاجات عنها قبل قبل لما تتزمع في حاجة وتطلب تدخل تلعب فيها بيدا. تمام? حلو جدا. انا مش عاوز اطول عليكم بقى حاجتين هقول لكم التكتس اللي معنا الاسبوع الجاي. وهقول لكم حاجة بس في في الاكس كود في البي بي اكس بيتكون من ايه? عشان الخوف فيكس الموضوع كده تحصل فيه. احنا في عندنا بي اردز اللي عطلونا بقالها اسبوعين. اكتر من اسبوع. اه بتاع ناصر وبتاع عبدالله. فالجماعة دول هاي اا يعني عقابة دي هم كده هاي خليهم واحد ميجر. معا. الله مش عندهم خلصانين بس بس. خلاص ما بيش كلام. وفي عندنا التاكتس لا بدأيت الشبال حدا يا. szyن خلصت. اه. سان ننفذ التاكت تاك ça چيدة ستان اكتس كربكاريص modeling mismos. تحصل. صح يا حميد. انا حسب ما نفع كريا. الـ font to provide access to it Stay in review, default colors I remember them عبد الحميد مش عارفها معنا ولا الـ reusable loading stay in progress Assign in page logic مع ناصر يا ناصر هي تنمع دي أنا مبرح أوه وضفت الـ combine يعني بس كان فيها مشكلة ما فيش مشكلة هستغلين بيو خلانا اتكلم لو فيها اي حاجة باش مهندس هممكن اللينك بتاع جيره عشان انا مش بيفتح عندي من لغتوب خالص هممكن بس اللينك اللي انت فاتحه ده ايه هاضر اللينك بتاع جيره بس هو انا هاسيبوه بيتشات بس مشكلة الناس هزار تاكس بجيره عشان هتحتاج برمشن ايه لازم انا مشكهة ان ال team limited to ten members فانا مش قادر اضيف حد هنالين ايه اصنع انتو فيسبوك مع اسراء دانيا اسراء ودلائب مارس انا حديث complete وستي مشكلة في البده كتبعش افع انتو ال splash view controller review model test مع اضعات البروجرس يا دوعة سهلا البروجرس طيب المين تاب هو الكنترولر مع عبدالله استيل تودو طيب يعني احنا بعد كده الحاجات الاستيل نوت مرجد هيكون فيها ميجة عشان ايه يبقى عبدالن يدعيب طيب بس الاول يا سبعة الجاي هنجيب ميجة وتعزم الناس برضو يعني بس احنا بنهزم التاب بروجرس التاب بروجرس التاب بروجرس التاب بروجرس الايه اه بتقول ايه لا التاب بروجرس لا 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 انت معاك تيكت بتعمل تيكت دي بس ما تعملش اي حاجة تانية ومن هنا بنتعلم فكرة معاك تيكت فانت مطلوب منك تخلص تيكت دي بس ما تعملش اي حاجة تانية بقى اللي ابرها اوستاني الحاجة تانية زي ما كان اه احنا بعمل ودي حاجة كويسة جدا الصراحة هو كان عمل مرج البي ار والبي ار دي كان فيها مستنيع على حاجات تانية الحاجات التانية خلصت فهو راجل مشكور ان راح عمل ايه تيكت تانية اعلم اللي محتاجة اخلص الحاجات دي وكده فيها الحاجات اللي ها محتاجة يعملها وعملها وعمل لها فدي حاجة تلطرم جدا الصراحة وده دي الابروتش Virtue احنا محتاجين اشتغل بيكم فعاش يا نصر بيصطر وضبق شكلها كده بتقارب عليه لأسبوع جاي ام 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 احنا محتاجين يكون معنا خلنا ناقف ال verlier طيب ام احنا محتاجين يكون معنا ايه الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي هنشتغل على ال screen اللطيفة دي الثاني كمبونت هيكون فيه الفلتر الجزء بتاع الثاني كمبونت تالت كمبونت هيكون فيه اللي موجودة دي هيكون عبارة عن collection view لما يكون الحاجة selected بيكون highlighted بالشكل ده رابع كمبونت هيكون فيه برضو وده انت بيكون فيه image view فوق فيه tag فيه title subtitle time وفيه button هنا للمارك انك تمرك حاجة بيكون بعد كده خلاني نسكيب الكمبونت ده بعد كده فيه بيكون اليه وده view بيكون برضو نفس كده عبارة عن image view كورت فيه عندك title فيه عندك ممكن تسكيب ال start لو هتاخد منك image name icon duration هل فيه حاجة صعبة في الجزء ده حاجة صعبة قبل ما ندخل في ال tickets نفسها السؤال الناس كلها حد مش عالف حاجة هتعمل لهم في المنتيشان ازاي فانده كل طيب حاجة فيه امر هشام رفع ايدو تفضل امر هو الحاجة التي تبقى ديزاين حلان بس كلايه قوت مش كفونشن لو اسلش او كولتر فعلانه بالزبط بالزبط كمان بالزبط انا عحابب ان ال tickets تكون صغيرة ال tickets تاخد حجمها تاخد وقتك انك تكتب كود كويس احنا مش بنجري مش مش شرط تخلص الـ app قدم فكرة ان احنا نعمل حاجة في شكل مزبور ده الحاجة اللي احنا عاوزين نوصليه وزي مش عارف انتوا لاحظتم الجملة اللي قالها كريم من شوية ان يا جماعة انتم في الاول او احنا بمددود نقص على الكود انت بعد كده الكود هيكون اخر اهتماماتك انت فيه حاجات تانية بعيد محتاج تقص علي اكد ان الكود انت كتبه بـ performance كويس مفيش مش هيعمل لك اي ممكن تاخد وقت انك تبص على تتأكد ان انت مفيش عندك اي مماري ليك كل الكلام ده. فعشان كده انت قول هي تيكت صغيرة بس ما بتغرقش ان هي صغيرة. هتعمل لها هتعمل الحاجة شكل كويس. ولما خلصتش تيكت بتاعتك هتجيب واحد ميجا فدي مصلحة للناس كلها. يعني ممكن في الميتة بالجاي نتجمع والناس اللي عليها ميجا نبدأ ان احنا يعزمونا. ممكن يعزمونا صفحي كما يبير راح ناجم. خلاني يجي بعد كده لالتكت. خلينا نقسم التكت مع الله. الناس اللي معها تكت. فمش هينفع يخلوا تكت جديدة لما يخلصها. خلصوا تكت اللي معهم يتكلموني عشان نعصي عليهم تكت جديد. مين حابب بيشتغل على الهيدر? الهيدر اللي فوق. انا هرد نصر طيب حلوة جدا. انا هرد نصر. الانتهر شبار ومعها الابتع الفلتر. بس كلارا تستلم معيكي تكت. بس اموة ما تبديش فيها لما تخلصي تكت العديد من تتسلم. اه ام. اه جماعة لو حد لو حد ما مش فاهم تكون التقوى المتابعة ممكن يفعيله يعني الناس اللي مش معها الاجساس على جيره اه الطاقز فيو الفيو ده هو ايبان سهل، بس ننجد يعني اللي هامله بشكل كويس ممكن يشتغل فيه animation ممكن يشتغل انه هو انت بتعمل hover آآ يتعمل للبطن. آآ في شغل كتير. ان انت هتخلص يالله مين هي خايده? آآ عبدالله. حبا جدا. آآ معايا تسكي بكده بس آآ ممكن اخلص واشتغل كبيرا. ما تفتحش إلا لما تخلص. طبعا. يعني انا بداشت بشيء خلص وشيء خلص وشيء خلص. آآ الزوسك بتاعت الدشس. آآ الزوسك بتاعت الدشس. آآ دعاية؟ آآ دعاية. آآ ما تفتحش. هل ستكون مستوعبة بالقرار بالانتخدني. آآ آآ أين يوريسيبس؟ آآ نيوريسيبس؟ آآ نيوريسيبس؟ آآ عبد الحميد و إسراء عبد الحميد هيخذ التكر الغوم طيب بصي إسراء معاكي معاكي ثلاث مختلفة يعمل على السكيلاتون فيو يعمل على السكيلاتون فيو الاثنين جنريك فيو لو حد مش عارف السكيلاتون فيو فإحنا وشغلين يواي كده فده أحسن سيليوشن إن إحنا نعمل الشكل اللطيف هو الموضوع الإختصار إنت بتيجعل فيو بياد layer اللير دي بيعمل لها animation بس ده هو اللي بيحصل under the hood إنت بشوف أي حاجة غير view ده تشوي كده ده first option second option placeholder view كلنا عارفين الشكل ده عارفين الشكل ده يقول لك والله صورة كده وتحت و title و sub title عارفين؟ فإحنا محتاجين نعمل placeholder view إسراط أحب تختار إيه؟ placeholder time طيب بقية هتروح لل background هو مع أنا كمان أحمد عطادله هو بيمتحن للوعد مع أنا أحمد عطادله هو مسافر فهو ما عرفش إيه ودنيا الشناوي عندها تحليات نفس الكريمة طيب هن complete record sprint نعم ن complete بقى طيب في حدا عندنا يسؤال لحد الوقت مش عارف إزاي الساعة جيت خمسة للربع الوقت تجاعد بسرعة تفضلي عبدالله شوف عبدالله وبعد باشماندس انا بعمله وبتتجسيم فأنا محطقتك لما هدي عمل هعمله ولا هعمله كاسيكشن ولا هعمله فأنا اللي احنا عملينه مم هو اللي حضرتك احنا عاملينه لو أنا بشتغل فيه بعمله سلاتة سكشن بيكون اللي اا تمامك وبعدين بحطوا كله في واحدة حضرتك اللي لو أنا اشتغل هعملوك الوحدة ولا هعملوك طيب ممكن تخلي دي بالاخر انا في الاخر عشان لو حد بعاوز يتروبها او حاجة ورامش غور هقول لكم هتعملوها ازاي تمام تمام انا كنت حابة اعرف هما لو هيشتغلوا على ازاي بنقدر نحنا نجمع الكمبوننت بسكرين واحدة في الاخر نفس السؤال هنعملها في الاخر هقولوك هنعملها زي بشكل كوي اوكي اه طيب اه احنا بقي حاجتين معنا دلوقتي او تلات حاجات بقي ان بحاول لكم الحاجة ايه هو ايه هو ايه هو ايه هو وبعتلكم لينك بتاعه طبعا كلنا عارفين الفايل الغريب اللي بيطلع معنا فيه دايما صح؟ الفايل ده فايل غريب عجيب كده مدوش وجود في الحياة ودايما بيبقى مرعب في ايه بس الفايل ده لا لما نشوفه ونفهم هو بيتكون من ايه او ايه تفاصيله هتلاقوا ان الفايل ده طايد فالراجل ده طايد طبعا طيب الفايل ده عباره عن ايه الفايل ده هو هو شغال Property List Property List ازاي؟ يعني هو متأسم sections هو ده زي لما تيجي تقرأ عن الفايل ده تلاقي زي ما يقول لك ايه ده عارفين بي لست الجميلة بتاعتنا؟ هي دي بي لست بس الاسطايل قديم شوية متأسمة sections حاجات زي كده وشايدة شوية information عن البروجب فانت لما بتيجي تضيف فايل انت بتضيفه على السيستم عادي اليكسو كود بيجي في شوية عماكن كده يقول ان الراجل ده ضاف الفايل ده ومكانه موجود في المكان ده في السيستم عشان كده اه مش معنى موجود الفايل في السيستم ان هو موجود معك في البروجب وهتلاقي دايما من فايلات موجودة معمولة عليها باللحظة اكيد الموضوع ده قابلنا كتير فهو الفايل ده انت انا موجود انا عارف ان في فايل موجود بس انا مش لقيه تمام هناخد مثالين السريعين جدا ان انا هيجي هنا اكاريت برو ان تكون موجود حليبه اه هنطلع برانش جديد ان شوف تبين اه 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 هنقومت بس لنشهل التشينج علشان لما نيجي نشوف المثال بكون التشينج السوال حب النسبة هنعمل جروب هنسميه مثلا هو ايه اللي حصل هنا هو ضعف وضعف حاجة سمعت تحت وضعف حاجة سمعت طيب ضفهم فين تعالوا نشوف في هناخد رفرنس عليه اه فلو اخدت قال لكم باقي ده اسمه موديول وده اسمه ايه؟ تست جروب اللي احنا ضفناه اه لو اخدين باقي هنا في البروجيكت شايفين الموديول ده ده الجروب اللي بره والموديول ده الموديول ده جواها حاجة اسمها تست جروب جواها كريد اكاونت جواها سبلاش جواها لوجد شايفين ان هما موجودين كمان بنفس الترتيب فده ايه؟ السيكشن ده؟ نطلع كده نشوف اسمه اسمه بيجين بي بي اكس جروب سكشن ففي عندنا حاجة اسمها بي بي اكس جروب سكشن ده شيء السيكشن اللي موجود عندي او الجروب اللي موجود عندي كل جروب اللي بتوعه الريفرنس بتاعه اصلا فين؟ والشيلدرن بتوعي بس لا اكتر ولا اعلى اه طيب معنى كده يا احمد ان انا لو جيت ده بدلا ان هو كان في الاول انا عاودت الترتيب بتاعه يكون في النص وعملت نسيب كنت بص هلاقي ان التست جروب بغيره اه هلاقي ان التست جروب بقت الثالثة فالحاجة اللي انت بتشوفها بتروح ترفيك في الفايل تمام؟ في الدنيا والحابة نزولكم لحد دلوقتي تم بقب كده او اي حاجة بحيسين اتأكد دولة تمام حلوة طيب الفايل نفسه اللي بيضافين هتلاقين فوق فيه سكشن اه اه نقبي ده كده نشوفه فيه ايش اه السكشن ده ده شايل الجروبس نفسها الجروبس نفسها اللي موجودة عندك الجروب ده الباث بتاعه فين؟ حل؟ بالنسبة للبيرنت بتاعه واسمه ايه؟ ولو لي تشيلدرين ولا لأ؟ يعني خلت بالك الناتاحت يعني انا لو المعنى كده ان انا ده لو لي تشيلدرين اه بتكون موجودة هنا اه بروح مثلا بالفاليدياتور ده بضيفه هنا كتشيلدر كتشايلد ويساعتها هيكون ده شايل دي سيف كده المفروض هروح الاقي مفروض بس لك ان هي بستعمل بشكل معين يعني هنا مفروض تكون الموجودة هنا بس احنا فينوقفها يعني انا بداش نوقف تاني اه اه مش هو ممكن في حاجة تانية هلحتاج نعملها علشان يظهر معانا هنا بس خلينا نجرب نضيف فايل عادي مليك سبود ونشوف بقل لا يحسن بس خلينا قماتة اللي تشينجد عشان برضو تكون اضحى بنزبار نضيف غوات ثلاثة جروب نيو فايل في ايه الفايل اسمه تستفايل مفروض ده يتضاف اربع اماكن خدتوا بكم الحاجة اه في الفايل نفسه على الساستم اللي هو تستفايل دوت سوفت ده تضاف وتعمل لي تعمل لي بس هي لسه متعملش ليها طيب خلونا زي ما احنا متعودين نبص على اللي هو حسد كل حاجة شايفين اللي احنا كنا فتحينها بتاعها اضاف في الفايل والفايل اضاف فين كمان اضاف في ثلاث اماكن اول حاجة ال ppx build file section بتاعها نشوفوا ال ppx build file section ده بيعمل ايه ده بيكون شايل الفايل اللي موجودة في ال build phase يعني لما تيجي هنا على الاكس كود وتدور على ال build phase هتلاقي ان هو شايل الفايل اللي يتعمل ليها combine sources فهتلاقي ان التست فايل اضاف هنا هو بيعرف ازاي ان ها موجود من المكان فدي اول حاجة تاني حاجة اضاف اضاف فهو لو في فايل متكرر هنا في ال section ده مفروض ان انا مسحه في المتش لو احنا قررنا فايل اضاف احيانا بيحصل ان فايل ما كانوا يتغير سعين او اه لازم مش هين انا مش هين فايبكن عندي عام ايدي حاجة بيغلطة عندنا لما انفع شو تحصل كدام اه تاني حاجة ال ppx انا هشير معاكم ال web site ده اه بحيس الناس تقدر تنص عليه بعدين من انت مش محتاج تكون عارف قوي بس الفكرة كلها انك تكون فاهم هو ايه الفايل ده ماذا بيحصل الكلام ده؟ بيقول الريفشنس ده بيقولك هو الفايل ده مكانه فين في السيستم يعني لو فدت بالك ده أهم حاجة فين بيقولك ان الفايل ده الباث بتاعه كذا والتري بتاعته group أو الـ source reference بتاعه group فهو بيشوف الـ group بتاعه فين وأنا مكاني بالنسبة له كذا يعني لو group slash 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 كذا 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 فهو بيجي على الباث بتاعه يعمل slash testfile.soft فانا ده بالنسبة لي الـ reference بتاعه فاحنا عرفنا ان هو بيضاف في الـ build phase بيضاف في الـ reference بيضاف مكانه في الـ project واخر حاجة المكان ده وده بالنسبة لي أهم حاجة اخر حاجة كل target بيكون فيه target membership انا بعرف الفايل ده تبع target ده ولا لا فانا عملت هنا uncheck فانشلته من الـ target هو still معايا بس مش هاي compare غير مع target ده فهتيجي بص هتلاقي ان هو تشايل هو ما بقاش طبع target ده حل؟ لكن هنرجع نعمل e-commit تاني هتلاقي ان هو ضاف للـ target بتاعك هاي اسألة في الموضوع ده هي بس brief انا عاوز الناس تكون فهمة ليه ده بيحصل والفايل ده بيعمل ايه والجواب مش هيلو غريف هيلو غريف اصعب بكتير بس نكون فهمين تمام؟ تمام الـ reading list في القرأة reading list اللي فاتت اعنصحكم تابعة القراءة الريد انجلس التاني. علشان فيه مش قاينة بتحصل. في في حاجات الضفر. اه لما كنت بتكلم عن سرعة من الجوائين تقريبا كان عندها كان فيه كده جديد. اه ما انا اصطررته. بس هو كان اه كودنسية اللي حصلت في مثلا وغفلت. فلاقيت انك مثلا ممكن تعمل اه ترجع من مثلا. فدي كده حاجة رزيزة. اه فخلينا نعد عليهم كده واحدة واحدة. حد عنده مشكلة في الفورج لوب. ايصوه ال الوايل 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 الريبيت وايل. الفرق بين الوايل والريبيت وايل. اه ما جميعا عوزين نفهم سوفت ماجروس. اه لقى اشوف اه ال الوايل دي سي. اتفضل عم. اه هي انا 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 بداية بس اه اللي هي الوايل بيتشيك. وبعد كده بيعمل جوه المطلوب ماني. بس ال الريبيت بيعمل او مرة وبعد كده اتحدي اشوف لردشيك يكمل جوه. بالزبط صح. ا ml اضاف حاجة وانا امين. طيب حلو بدنا. ال ال付 انتم الصادم الف فى التعمل الثباء.ة ازا اين بتشتغل بمي بالك الي سنتاجس نيل ممكن ترجع value ثانية فيه type inference فموضوع الزيز switch ده الشكل اللي احنا كنا كلنا متعودين عليه مثلا انت ممكن ده وانت عاوز property ممكن تسيب ال property و تستل property حاليا موضوع بقى مغريب شوائدين يعني مش عارف الصراحة نشغل ال syntax doesn't like ده كان شكل احنا متعودين عليه انه انت مثلا تبدع switch و تستل property دي فكل body بس بعد كده الشكل البع тоже اللي ممكن يحصل احنا ممكن نعمل حاجة زي ايه انا اوز اوصل لها انت ممكن تعمل هيكون الشكل الجديد موجود حاجة زي كده ان انت بتسويتش على الكيس اللي معايك وبيرترن المسج دي الموضوع بعمل زي زي الاوتو كلوجر كده ان انا بقيت بيرترن the value فالvalue دي مع كل كيس فانا بحادة بعملت امتل الريترن فبقى اوتوماتيك بيران بس ان ده ممكن تفسيري للموضوع اه السنتاكس اللي ازيز ممكن تحتاجوه لو انا عندي بسويتش على وبعمل كيس لد ان الكوندشن دي بيتعمل لها مت بشكل معين ممكن اعمل او اكتر من و اعمل عادي جدا تمام دي مهمة لو الناس بتحل محتاجين نكون فاهمين الفرور دي كويس امتا استخدم كونتاني تستخدم break تستخدم full through تستخدم return تستخدم through ممكن نعدي عليهم كده واحدة واحدة امتا استخدم كونتاني حد اير فعيد ويقول بدي اطلع من الفنكشن و بس ما بديش اطلع يعني من كل اللي بعديها بدي امشي عليهم امتا ام امتا ام ام امشي ام ام حد ام احنا مش continue و break alguns نستخدمهم بال switch اه اه اده مسلا عندي في اللوبينج مسلا انه اه بطلع من اللوب وبمشي علي بعديها اه يعني مش انه بطلع من كل اللوبينج اعتقد حاجة زي هيا زي ما كان هيقول عمر واسراه وعمر في الكومنت انها لو في فور لوب ومحتاجها سكيب لللوب اللي بعدها فابعمل كونتيني طيب بريك بريك اه المين اذا رفع ايدو ده اول اسروب الريك لو عايزة سكيب لللوب كلها يعني عنده كونتشا معين هيتطلع اصلا من السكوك خلاص بخمينه بصدق صباح في لوب او فور في سويتش اه ان يجعل بعد كده في الفول سروب ام تستخدم فول سروب اتفضل يا سور اه لو انا عايزة هو اتحقق اه دخل الكيس معينة و بعدين عايزة يدخل في الديفلت بعلماء خلاص بلظبط مش شرفة الديفلت الكيس اني بعدها على توضع اوكي بلظبط لأنه في Swift الـ Switch Statement ليس بتفول سرعة لو حدش عقلها Objective-C هي Automatic بتفول سرعة لازم أنت تقول له Break في Swift الـ Accent أنا كده كده ببريد وللو أنت عاوزني أفول سرعة اللي بعدين شكرا يا سور اللي بعد كده الـ الـ Return و الـ Through لو حدش عابب يقول عبدالبر عبدالبر انت ميوت الـ Return لو أنا بحدي اتفضل 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 ما رأش عندي لاجة ولا حاجة هو الـ Return لما يقول عنه بالـ Function اتطلق الـ Function عمل لها اما اتفضل مزبوط بعد الـ Return و هتكذب و ينسرع بالـ Through و أنا من الناس اللي بحسنة لو أنت عندك اتفضل اتفضل مثلا بـ Not Value اعمل Through Through الـ Error اللي موجود عندك و اشتغل بالـ Result اتفضل صمعت في سؤال بس بالأفضل through through اللي موجود في الـ و اعمل through through ما هو بس اوه بس اوه اوه بس عاوزك تفرق في حاجة ان الـ اوه لو انت عملت through ده انت محتاج تكتش الـ يعني انت عزم بتتكلم الـ يعني انت لو عندك مثلا مثلا بتقول اوه 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 ايه اوه اوه ها اوه 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 ده اللي انت تقصده اه اوه و ده اوه 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 انت لو حصل مثلا عندي اوه خلينا اقول الـ الافتر .نو هنقول انه حصل دلي انت لو عملك ثروه هنا هو ده مش هيثروه برضه المحتاج ان انت لو قلت ثرو للارر فانت تتقوم حاضر الكلام ده في دور والكامش بتاعك هيكون الكمبليشن بالفيرير بالأرور تاعم ده بيحصل في سكوب وده بيحصل في سكوب تاني تاعم ده كله طبعا ان احنا نشتغل ايه ايه قولي اعرفش اعيس كويت اه انت كان لقدله خالص بروحها فيتش الداتة اللي يحصل يحصل لا انا انا بتعمل اا قول هنقول مثلا سيميليد دي وهسرو انا هسرو على طول هو لو حصلت سرو هو هو اوتوماتيك هيروح اا اا اعيس كويت ايه ده ما اكاد بدا اا اا اعيس كويت سيميليد ايه روحي سرو الارضة بس راحت معك الشكلة احسن بكتير من الشكلة كلام شكرا انا ابدأ لعا السؤال ااا الفونكشنز اا حد عنه سؤال في control flow طيب طيب الفونكشنز ااا بيتكلم عن الماثودز ااا الانبوت بتاعها الاوتبوت الفرياتيك برامترز ايه بس براكس بتاعت الفرياتيك برامترز انك تباصل اكتر من البرامتر اااا التريلينج الكلوجر السنتكس بتاعه حد عنده سؤال for functions الclosures نفس الكلام الclosures هي name this functions ااا او functions هي name the closure يعني بتكلم شوان الclosures ازاي تستور closure ازاي تنفو closure ايه نوع closure ايه هو الauto scaping closure scaping non scaping كل الكلام ده في objective C كان عدنا closure بس كان نسبها block في شوية differences كده يقولك ان الclosures هي reference type شوية تفاصيل تانية حد عنده سؤال فيها حلو جدا الانام نفس الكلام الانميريشنز السنتكس بتاعها لو حد عنده الassociated type دي اكتر feature powerful في الانام الدنيا فيها رزيزة جدا الانم في الـ powerful جدا يعني الناس اللي غربت انا غربته مثلا دارد حاصلت ان الانام في السوفت فرقة بسنين ضوائية فعاش على الانام اللي موجودة في السوفت حد عن سؤال في الانام؟ نفيش سؤال طيب المرة جانسة والله عن في حد عمر بيسأل في 4 Constance Using NUM or Structure انا بقول الصراحة تستخدم NUM دي بس انتا عشان تعمل Case 1 دي بتساوي اي رقم بس مش هتعرف تيجي تعمل كده بحاجة مالهاش معنى هتعرف تعمل NUM تنسمي بس انتا لو خليتها Structure بيش تعمل عشان كده انا بخليها عشان كده انا بخليها انام عشان مش محتاج حد بيعمل instantiation object من constant دي لان الINUM مش بيتعملها لان انتا كده بتخلي NUM with zero cases بيسمى اي فالINUM with zero cases cannot be instantiated انام تكون الفرع واضح واضح ليه هذو الاثنين برضو value type للمناسبة فمش ممكن تفكرين الفرق ان شاء الله المرة الجاية في reading list هيكون معانا ايه نشوف على ويكي read it next الـ الـ structures and classes ودبن الحاجات المهمة قوي اوضح عليها الـ properties اهم الـ methods و الـ subscripts الـ بصة اه لو حد عند سؤال اه غلابا انا عشان بس الناس يكون في مور في الـ reading list هيكون هطلب من الناس معينة انه هي اه اجزاء معينة منها ف هيكون الناس مسلا ايه نوم من كده ايه ان الناس تقرأ الكلام ده اه عمار بولا الماكروز جاية ميش الماكروز ميش انا ايه اه اه فحاول تبص عليهم اه حاول لو انت بتقرأ الـ documentation هتأكد انك بتقرأ من الـ latest version Swift 5.9 علشان يكون معاك الـ changes كلها ميش جاية اه 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 والله عمر شكلك انت هتشوح اه اه احنا كده تقريبا خلصنا اه لو حد حبيب يضرب مفيش مشكلة اه لو حد حبيب يكمل هنكمل خمس دقائق هقول لكم ازاي هنشتغل على الـ screen نفسها طاعة الـ home وازاي الناس هتشتغل بيه احنا نلحب حد يضرب كده اه 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 هنيجي هنا دعم الـ home نسمي بس ايه عشان هتشكبات على الـ develop عشان الـ branch اللي هحتاجه اسكورد ماش هيكمل شفت بيه اه 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 اول حاجة محتاج اعمل new group اسمي داشبورد اه اه انتوا الـ screen واضحة عندكم الاول حاجة مصبوط اه اه انا عملت داشبورد اعمل نيو فايل فيها هنشتغل على الـ هنشتغل على الـ الموجودة معنا هسميه هنشتغل تشبورد اه اعمل انه اعمل لنا جميلة بيه اه انا محتاج اعمل ايه او انا هشتغل ازاي انا هعمل سكرول فيو واحط جواه vertical stack view وهخل اي حد هيجي يضيف فيو هيديفو على الال stack view ده ف انا كده مش هخل اي حد يدخل في الـ فايل اصل فكلنا هنشتغل في نفس الاسبوع في نفس الفايل من غير ما يكون عندنا conflict واحد او change واحد في الـ هنعمل الكلام ده ازاي هنيجي هنا على الـ هنعملات هضيف هنا محتاجين نضيف الكنسترينز بتاعته وليدينج تردينج توب بطن ونعمش هاوزين الكنتنطلي او الدوين فهو اضف واخد الكنسترينز بتاعته محتاجين نحط جواه الستاج بتاعنا في مدرسين في مدرسة بتقولك حط الاول جواه الستاج اللي انت عاوزين انا بقى حط بصورة حط الستاج فيو دائرة ونفس الكلام انا محتاج الستاج فيو ده ياخد الكنسترينز بتاعت السكرول اللي هو فيه دلوقتي فانا مش قادر انت انا باخد الحاجة اللي جواه فنفس الوقت الحاجة اللي جواه ملهاش فمحتاجين ندي الحاجة اللي جواه فاقل الستاج فيو لا انت الواتس بتاعك هيكون هو الواتس بتاع الفيو نفسه لديت له لغات Online Center بحاجة أقوله Stack View بص انت على Equal Width والHeight بتاعك هو Height بتاع View نفسه كده الدنيا تمام مفيش اي مشكلة هميكشور بس ان الWhats ب1 تمام؟ وهميكشور ان الHeight ب1 هنا عندي مشكلة مشكلة ان انا قايل ان يا Stack View انت الHeight بتاعك الارتفاع بتاعك هو نفس الHeight بتاع السكرين طب لو السكرين كبرت او صغرت ايه اللي هيحصله؟ مجرد انتش ايه حاجة فباقي اخر ان انا هخلي الHeight ده الPriority بتاعه تقول ايه طيب انا ايه اللي استفادة من الموضوع ده؟ ان انا هخده الStack View هيخطط الHeight بتاع الContent اللي جواه فلو الContent اللي جواه كبر انا هخده هاية بتاعه الContent اللي جواه صغر انا هخده هاية بتاعه وان هسترجوه scroll view فحتى الContent اللي بتبتاعي لو كبر هيحصل عند scroll الContent اللي بتبتاعي لو ازغر من scroll view مش هيحصل scroll لحد زوالت الدنيا كويسة حد مش واضح مع الحتة دي دي ارخم حاجة في scroll view اصلا بس انت عاو فيهمت الحتة دي انت عاو تذكروا فيو بالنسبة لها كل حاجة محتاجين نعمل ايه؟ انا هاخد على الحاجة اللي انا محتاجها بس زي ايه؟ انا شو محتاج غير الStack View فهاجي Stack View هاخد Stack View هاخد ان احنا محتاجين نتكفتك ناقي يا أحمد هنضيف الفيو بتاعنا في الراجل الطيب هاجي هنا هكريات نيو بروب هسميه فيو لنفترض ان الفيوز دي او خلنا نعمل فيو مع بعض يعني انا هعمل فيو واسميه اه نسميه ايه نسميه الهيدر مثلا هنعمل الهيدر اللي موجود فيه هعمل هيدر فيو كل تاكب انا بريكماند نيمنج معين للبتاع دا اهم حاجة في نيمنج دا هم نتخليه تحطيه هوم بكا بريفاكس عاوز تختار ايتم ثانية يفيش مسكال يبقى بهم و يبقى هوم يبقى هيدر فيو بفضل ان هو يبقى كلمة او كلمتين ماكسيم فده الفيو بتاعي انت غالبا هتحتاج تعمله فانت برحتك تعمله مع نب تعمله بروغراماتيكا بماشي بس احنا حاليا احنا شغالين بنا فايل بس عشان مش عاوز بس ادخل انتجريشن بتاع الفيو والكلام دا عاوز تشوف ايجزامبل موجودة هتلاقيها موجودة في الريوزابل بيوز سوري هتلاقيها موجودة في اين احنا انا فاكر ان كنا عملنا لها ايجزامبل قبل كده هتكون موجودة في الريوزابل بيوز هتأكد ان هي موجودة على الديفيد فانت ما عندك هوم هيدر فيو اللي انت ما هتحتاجه انها من هنا لازم احط هوم هيدر فيو عشان انا عارف ان انا جوه الهوم او هو جوه الدجور فانا هعمل ايه هوم هيدر فيو حل؟ معايا ريفرنتس على الهوم هيدر فيو هاجي هنا في الكونفاجر فيو بتاعتي هاجي على الستاج فيو بتاعي هعمل اد انا محتاجه اضيف ايه الهوم سوري الهيدر فيو هدفك هدفك هدفه يضيف فيو تاني يسميه هدفك انا محب اسمه هدفك هدفك في السب فيوز وتيجي عند الستاج تضيفه في المكان اللي انت عاوزه هدفك 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 على الهوم هيدر فيو ثاني هدفك ثاني ولي الview ده محتاج إيه؟ إزاي؟ يعني ناخد مثال أحب الأمثال الheader view ده بيحتاج title بيحتاج subtitle بيحتاج image URL فطم جاي هنا إيه اللي let title of type string let subtitle of type string و let url طيب url حل؟ احنا كده خلصنا ما خلصنوش بيها حاجة آخيرة هتوم بيه function with view with view model بقى ليه view model بتاعه configure with view model لو انت مثلا عندك label فهتقوم عينيه وما هيقل dot text بيقل view model dot type بس فالكندا بيحصل هدو ايه زي الانتيجريشن ده هيحصل في view model type بتاعك في ال output هتقوم ايه المثلا لو انت هتشتغل publisher هتشتغل بأي حاجة هتقوم ايه؟ الheader هتقوم بقى ال type بتاعه وقوم بقى view dot view model هتقوم بقى ال anbacks لما هتيجي انت عامل مثلا حاجة بتاعبديد تكايد أن الهدر view put update view model put فاهم دلوقتي الدنيا تربطت ازاي؟ فاوز على الان لي ساولي فاوز على الان لي او عشان بس اتلال الاحنا عمليين فاوز على الان اسمها ابليت ولا اسمها ابن فاوز او اسمها ابن فاوز بس طلحنا محتاجين اخذ الي اعمل اول زفو اعمل ابل ايش اعمل اي اتل اي سابتل اي امج يارل الوقت المفهومة بالنسبة لكم هتكون عاملة ازاي؟ دي بسيطة جداً احنا ما عملاش اي اي موديل كل حاجة شعجال عادي لسه ما فيش كومباين او اي حاجة كل حاجة هتجي الوقتها بس اللي عاوزكو تعرفوه او اللي تفهموه من دلوقتي ان كل حاجة فعلا ممكن تكون سيفرت كل الكمبونت ممكن يكون سيفرت كل تاسك ممكن تكون سيفرت الشطارة دايما والسينيوريتي بتيجي دايما في الحالة انك هاو تو ميك سيفرت تاسك او هاو تو بريك او التاكت اللي معاك كل تاكت يكون معاها يو التاست بتاعها يا ريد انا هاكمبت الاتشينجز دي وهفتح بيها بي او او اه في حد عنده اي سعيد قبل ما يخلص نعرف احنا طولنا جدا احنا بقالنا دلوقتي تانت ساعات يعني انتو يعني الناس اللي بكمبات دلوقتي بجد لها لها الجنة يعني سوالان احمد عيمن ونصر وعمر الشام ودعاية واسراء وحسن وابراهيم وصورة وعبدالله يعني انا متشكل جدا لكم وانشوف قدامنا على خير اه لو حد عنده سؤال او اي حاجة ممكن اه يسيب كومنت على الشانل او يدخل يكلمنا على سلاك احنا مع بعض وعاش يا جماعة يعني فيه برو برس عظيم بيحصل والناس من احسر لاحسن ونشوفك رب دايما الاخير وشكرا جدا لكم مرة تانية وعسف قدامنا على طول شفاها اخير شفاها السلام شفاها السلام شفاها السلام ترجمة نانسي قنقر